السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في المحاضرة جديدة في دورة CCMP INCOR 350401 تعلمنا أو تحدثنا في المعادرات السابقة عن اللانسويتينج وأنهينا هذا الموضوع اللانسويتينج المتعلق بالCCMP INCOR أيضا أضفنا بعض المعلومات الأساسية المرتبطة في دورة CCIE Enterprise also اليوم سوف نتحدث عن عدة مواضيع أو عدة مفاهيم أساسية بداية سوف نعقد مقارنة بسيطة جدا بين الأنواع المختلفة من الديفايسيز عندي layer 2 device switch وعندي multi layer switch وعندي router بعد ذلك سوف نتحدث عن مواضيع أيضا ومفاهيم مهمة جدا اللي هي الفرق بين cam table والtecam table والfib table والrib table وفي ختام سوف نتحدث أيضا عن الباكيت switching methods اللي هي كيف يتم عملية الباكيت forwarding inside router أو multi layer switch احنا تحدثنا في ال switching عن اللي نذاكر معي frame switching method اليوم سوف نتحدث عن الباكيت switching method frame switching method ذكرها لما حكينا عنها في layer to switch اليوم سوف نتحدث عن الباكيت ان شاء الله طيب ونحن نعرف شو الفرق بيناتهم باذن الله تعالى طيب خلينا نبدأ بعقد مقارنة سريعة اذكر اني تكلمت عن هذا الموضوع في بداية lan switching اللي هو المقارنة بين layer 2 switch هو multi layer switch وعندي router طبعا في عندي وجهين او في عندي نظرتين لعملية المقارنة بيناتهم الوجه التقليدي للمقارنة بيناتهم او بالاحرى هو النظرة العامة للمقارنة بين هذه الانواع المختلفة هي الكلام اللي انا كاتب لك اياهون وراح نحكي عنه كل واحد في نقطة خاصة فيه لكن الحقيقة العملية والصحيحة احنا نتعلم بالكورس لحيث انه نواجه الحياة العملية بشكل صحيح راح تعقد لك المقارنة بالطريقة المكتوبة اليك هون راح نحكي عن هذه النقاط لكن الحقيقة الصحيحة او الدقيقة راح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل الممل بحيث انك انت تكون قادر على تميز فعليا بين الملتي لاير سويتش والراوتر بشكل عام بشكل دقيق يعني طيب اللاير 2 switch تذكر معي انا حكينا كلمة layer 2 او ملتي لاير او الراوتر اللي هو بنسميه layer 3 device كلمة لاير هي ريفير الى عندي الOSI model اللي هو 7 layers صح ابتداء من الابليكيشن وانتهاء في الفيزيكال لاير كلمة layer اذا هي ارتباط بالOSI model اللي هو 7 layers model اللي بنستخدمه في data communication ولم اقول انا layer 2 switch يعني انه هذا الـ device اللي هو الـ switch layer 2 switch مقيم في الطبقة الثانية بمعنى انه موجود في data link layer لما اقول multi layer switch معناته هذا الـ device الملتي لاير switch مقيم في اكثر من طبقة ممكن تكون طبقتين ممكن تكون اربع طبقات ممكن خمس طبقات و الى اخره الـ router اللي هو بنسميه layer 3 switch هو ديفايس موجود في الطبقة الثالثة هذه اساسي ورئيسي في عملية الفرق بنابتم وهذه نقطة اساسية طيب بشكل عام ايضاً layer 2 switches احنا بنستخدمها في عملية connectivity طبعا عندي انواع كثيرة في السوسكو في layer 2 switches انا نحطلك بعض الـ examples عليهم مثلا عندي الـ catalyst 2 2016 G series و الـ X series و الـ L series الـ L series ترى على فكرة هذه يعني version بتدعم شي بنسميه GUI interfaces و الـ GUI interfaces يعني تقدر تعمل configuration للـ device using الويب يعني console أو application الخاص في هذا الـ device يعني ما بتحتاج command line زي ما قلنا سابقا انه زي ما يكون عندك راوتر واي فاي في هالبيت و بتدخل على الـ IP تابعه لعندك GUI interfaces ها نسموه graphical user interface بتعمل configuration الخاص بالروتر على الـ GUI interfaces هذا النوع من السيريز بيدعم GUI interfaces تمام؟ في الغالبا نقول احنا مش في الغالبا هي الاجهزة layer 2 switch تستخدم في عملية الـ connection للـ end devices يعني للـ LAN عندي الـ end devices ممكن تكون PCs printers, servers, access points IP phone و الى آخره تعتمد في عملية الـ forwarding للـ packet الخاصة فيها على الماك table اللي بتبنيه خاصة فيها و رح نحكي عن الماك table بشكل تفصيل إن شاء الله أيضا تحتوي هذه الاجهزة على قطعة أو هاردوير وهذه القطعة اسمها الـ ASIC Application Specific Integrated Circuit وهذه القطعة هي اللي بتجعل الـ layer 2 switch أو حتى الملتي layer أيضا في هذه القطعة اللي هي الـ ASIC أسرع في عملية الـ packet for routing أو frame for routing from the router أكد على النقطة الـ ASIC هذه القطعة intelligent chip رح نحكي لك عنها معلومات شيقة جدا تجعلك تروح تقرأ عنها إن شاء الله اليوم هذه القطعة هي عبارة عن smart chip و رح نحكي عنها في التفاصيل بتجعل الـ switch و سواء كان عندي layer 2 أو layer 3 أسرع في عملية الـ forwarding من الـ router إذا سؤال إذا سألت في المقابلات الشخصية مين أسرع على layer 2 switch ومالتي layer بكل بساطة layer 2 switch ومالتي layer switch بعملية الـ forwarding أسرع من الـ router أسرع فعلية من الـ router لأنه يحتوي على integrated circuit هذه الـ circuit طبعا لها كلامها و فيها موضوحها رح أحكي لك عنه إن شاء الله أخرى شوي طيب هذه المميزات اللي هو بشكل بسيط layer 2 switch نأتي على layer multi layer switch و الـ router وهذا سؤال كبير من مقارنات تنسأله في المقابلات الشخصية ماذا الـ difference بين multi layer switch و الـ router؟ طبعا الملتي layer switch can operate in more than one layer يعني إحنا الـ traditional نعرفه layer 3 switch نقول عنه دائما layer 3 switch و layer 3 switch كل نقصد فيه هو الـ switch اللي بيشتغل في layer 2 and layer 3 يعني can support mac address أو data link database و can support network database يعني كيف يفهم IP و بيفهم mac address هذا اللي بنعرفه طبعا في أنواع أخرى من الـ switchات في عندي switchات بتشتغل على الطبقة number 4 or transport layer في منها بتشتغل على application layer طبعا هذا لأنه بالعادة ما بنحكي في هذا الموضوع لكن إحنا نكون تفصيليا كلمة multi layer switch that means the switch can operate in more than one layer يتضينت يعني إنه just multi layer switch كثير ناس بقول عن layer 3 هو multi layer لا إذا ما تحدد layer 3 switch اللي هي كلمة معتادة بين الناس أو بين الأشخاص اللي متعلموا الشبكات يقول لك layer 3 switch layer 3 switch في العادة نحكيها لما يكون switch يعمل في الطبقة الثاني أو الثالثة الثاني هي data link يعني يفهم MAC address و يفهم IP address يعني يقدر يعمل ك switch ك layer 2 switch و يعمل ك router يفهم IP address لكن في switchات الـ forwarding decision قرارها في عملتي الـ forwarding تعتمد على نوع port يعني هل تعمل في الطبقة الرابعة اللي هي transport layer في OSI model في منها يعتمد على نوع الـ application يعني هل هو الـ application HTTP هل هو الـ application الـ traffic اللي جاي عندي مثلا DNS و غيره يعني حسب نوع الـ application الموجود عندي طبعا هذا الكلام مرتبط بالـ OSI model يعني أنا بحكي لأنك فهم OSI model و اللي حكينا عنه إنه جزء مهم في السيسيانية و حكينا عنه بشكل بسيط في بداية هذه الدورة تمام ميز أخرى في Multi-layer switch أنا بتحتوي على عدد كبير من الـ port support a lot of أو عندي high density of port بسموه كثافة الـ port كما أنت ملاحظ عندي و مثلا هذا الـ catalyst مثلا عندي الـ 850 و الـ Catalyst الـ 6500 هذه أمثلة طبعا في عندي سيريز ضخم للـ Catalyst و أنا حكيت لك إذا أريد أن تتعلم أكثر في الـ Catalyst أو ترى الـ devices إذا أمثلة من السيسكو أرجو إلى الموقع الأساسي من السيسكو و أذهب إلى الـ Devices أو Product و أرى كمية من المختلفة نقطة أخرى قلناها قبل قليل أنه Layer 3 Switch الـ Asic التي سوف نتحدث عنها قبل قليل هو Integrated Circuit التي تجعلها عملية الـ Forwarding أو بالأحراب يعتمد في عملية الـ Forwarding على ما يسمونه ASIC هي عبارة عن Hardware Component بخلاف راوتر راوتر عملية الـ Forwarding تبعيته هذه أول نقطة ممكن تعتمدها ككلام دقيق عن راوتر و الـ Switch أنه سوف نضع عن القاتل الأساسية و بعدين نضع النقطة التي تهمنا أكثر في عملية المقارنة بين Multi-Layer Switch و الـ Router أول نقطة أساسية أنه الـ Layer 3 Switch في عملية الـ Forwarding للـ Packets أو الـ Frame يعتمد على الـ Asic و الـ Asic عبارة عن Hardware Component عبارة عن Chips مجهزة و محطوط عليها الكود مبنية بالطريقة التي تعتمد في عملية الـ Forwarding أو الـ Speed أو الـ Forwarding للـ Frame و الـ Packets بالـ Wire Speed لكن الـ Routers تبع الـ Router عملية الـ Forwarding تبعيته تعتمد على Operating System الـ IOS S Operating System سوف نتحدث عن Operating System حتى ترى كيف نربطها لدرجة أن تتوضح الأمور بالنسبة لك نقطة أخرى نقطة جوهرية في عملية الفروقات بالنسبة لـ Router و الـ Switch ممكن إذا سؤلت في مقابلة شخصية تطرح هذه النقطة كأول نقطة في عملية المقارنة نقطة أخرى و المعروف أنه يعمل بفهم IP كما قلنا قليلا هو يعمل مثلا هنا مركز على Layer 3 Switch سوف نتحدث عن ما أكثر في العادة نحن نتعامل معه Layer 3 Switch Layer 3 Switch الذي نتحدث عنه هو يعمل في الطبقة بفهم MAC Address و بفهم IP Address Does Not Support MPLS و VPN هذه ليست دقيقة إلى حد ما لكنها ليست دقيقة لكنها ليست دقيقة صحة الغلوكوست لا أعتبرها دقيقة تكلفته أقل من الـ Router لكنها ليست دقيقة وأرجع أحكي لك وين النقطة التي تفرق هذه الأمور عن بعض الغلوكوست High throughput as compared to the router أيضا هذه نقطة إلى حد ما ليست دقيقة مئة بالمئة هذا الكلام أنا أخذ لك من الكتاب و من الـ Articles الرسمية لكن أنا أحكي لك الواقع العملي لكنهم يضعون هذه النقاط إذا أنت تنظر للفروقات بشكل عام لكننا في الحياة العملية سترى لما تدقق في هذه النقاط إنها ليست دقيقة ليست دقيقة 100% يجب أن تدقق لدي شيء يجب أن أعتمد عليه قبل أن أضع هذه النقاط في المقارنة لكن نحكيها كجنرال بوينتس يعني أغلب بلاتفورم ممكن أو بعض البلاتفورم في الملتليا سويت لا تدقى الـ MPLS أو الـ VPN أو حتى اللي بنسميهم الوان تكنولوجيز هذا الوان تكنولوجيز الـ MPLS و الـ VPN وغيرها و الـ NAT و الـ PATH وغير ذلك أشهر الأمثلة كثير أمثلة كما حكينا في الـ Catalyst Family في عند الـ Nexus Family كلها عبارة عن Multi-layer Switches بالنسبة للـ Router Layer 3 Device في العادة الـ Router هذا يعني إلى حد ما مقبولة أنه يحتوي على عدد قليل من الـ Ports يعمل في الـ IP Address أكيد هذه مية بالمية صحيحة used to establish communication between different device networks بمية بالمية صحيحة provide advanced one technologies برضو هذه صحيحة بس يعني مش صحيحة مية بالمية إنها بمقارنة مع Multi-layer Switch بس هي تعتبر features موجودة في الـ Router بشكل عام لنظرنا له support technologies مثل نات والـ Firewall والـ Tunneling والـ IP-Sick والـ High-Cost برضو هذا بعتمد على شيء آخر رات نحكا عنه وأمشار الأمثلة كثيرة على الأمثلة على الـ Router في عند الـ 1900 series الـ 3900 والـ ASR 9000 في عندك الـ ASR الـ 12K الـ 12000 في عندك الـ ASR 1000 عدد كبير من الـ products في موضوع الـ Router في Cisco Environment طيب انت حكيتنا في البداية مهندس إنه شو النقطة الجوهرية إذا نسئل في المقابلة إن أنا يعني أحسس الشخص اللي بيقابلي إن أنا فاهم الـ Product Environment أو أنا اشتغلت عملي أنا عارف شو العملي الصدق الحقيقة والدقيقة مية بالمية حتى تقارن Multi-Layer Switch مع الـ Router ويأخذك كلام دقيق مية بالمية علمياً حتى تقارنهم فيه شغلتين أساسيات باعتمد نوع الـ Platform ونوع الـ Operating System اللي بيشتغل عندك نوع الـ Platform مقصود نوع type of device الموجود عندك هل هو Catalyst 1500 هل هو Catalyst 6500 هل هو Catalyst 9600 هل هو Router 1900 والنقطة الثانية Operating System الشغال عليه Operating System كلمة Operating System يعني أقرب تشبيه إلها هل أنت عندك السيسكو ديفايس هذي عليها Operating System زي إيش زي الـ PC عندك وانت حط عليه Windows Windows 10 أو Windows 8 هذا Operating System هو المسؤول عن عملية الـ Processing وشغل 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 الـ ويندوز يقوم بكل عمليات باستخدام الرامز و الممريز الموجودة داخله تمام؟ الـ Operating System و النوع الـ Platform سيحدد بدقة هل هذا Multi-Layer Switch support هذه النقطة support MPLS أو VPN هل هو الـ Cost أعلى من الراوتر إذا قررناه أو لا؟ هل هو مثلا support other technologies مثل الـ VPN و الـ Quality of Service و الـ Nat و الـ Firewall و الـ Tunneling هذه النقاط محصورة يحطينها في الراوتر لكن هذه النقاط صدقين ولو دققت برجع بأقولك هي نقاط إن جنرال إذا قابلت شخص و سألته و قال لي هيك ممكن أقبلها منه لكن إذا قابل شخص و أقابل شخص as a professional CCMP أو CCIE I want to ask him this question what's the difference between MPLS sorry multi-layer switch والراوتر الجواب الدقيق إنه حسب نوع platform وجود عندي و الـ IOS على فكرة يعني مثلا does not support is not okay يعني الـ Catalyst 1850 إذا شغلت على نوع معين من الـ IOS does not support الـ MPLS لكن إذا شغلت على نوع آخر مثل الـ IOS XE خصوصا can support MPLS can support other WAN technologies تمام برضو خذ هذه نقطة على الـ routers routers أعطيك مثال اللي هو router 2600 إذا شغلت عليه الـ IOS version 10 أو version 11 من هذه الـ IOS does not support MPLS لما تشغل على version 12.4 and above support MPLS إذا من ننتبه إنه platform فبالتالي إذا سألت في مقابلة حتى تحط اللي يقابلك بهذا الموضوع بشكل صحيح قل له أعطيني نوع الـ device وأعطيني نوع الـ operating system حتى قارن لك بين هذا وهذاك هذا السؤال هيك بتجابه بكل وضوح كثير ينسأل What's the difference بين مقابلة الـ switch and router كثير راسبت في الموضوع عندك تعطي الجواب بكل بساطة حدد لي نوع الـ platform حددني نوع operating system حتى أقول لك والله فرق بين التون فهذه كدقة يعني لو نكون دقيقين إلى حد ما معين طيب تكلمنا عن الـ IOS تعال أجيك نوع مع بعض ونرى موضوع الـ IOS في السيسكو جلس تكلمت في الـ switching عن مجموعة من الـ IOS مثل الـ IOS وثلاث أنواع كلمنا عنهم من operating system اللي يدعمهم والـ Nexos حكيناها في بداية الـ switching لكن اليوم إن شاء الله راح نتعمق في هذا الموضوع بشكل أفصل تفصيلي هذه الموضوع مهمة جدا أنك تعشوا أنواع الـ IOS التي تحتوي على السيسكو أو كيف تاريخها وما هي الأدفانتج لكل واحدة ما هي العيوب من كل نوع من أنواع الـ IOS دعنا نذهب إلى هذا الموضوع سيسكو على فكرة سبورتد لخمسة أنواع من الـ IOS وهذه الـ IOS يعمل على Layer 2 أو Layer 3 أو راوترز وفي منها يعمل فقط على Layer 2 وفي منها مخصص للـ Nexos ومخصص فقط للراوترز تعالوا نرى ما هي الموضوع وما هي أنواع الـ IOS طيب قبل أن أتكلم أنواع الـ IOS دعنا نحكي قصة سيسكو سيسكو أول ما أنشئت كانت شركة متخصصة في صناعة الـ Routers ما كان لها اختصاص في موضوع الـ Switching كانت شركة متخصصة هذا الحكي في كلام في الثمانينات في بداية سيسكو كانت شركة مخصصة في صناعة الـ Router Products ما كان لها في عالم الـ Switching بعدين قررت أنها تتجه أيضا بالإضافة إلى أنها تشتغل في موضوع الـ Routers أنها تصنع Switches ما كان لها كانت شركة كريسندو شركة اسمها كريسندو كانت شركة متخصصة في صناعة الـ Switches وكان لها operating system خاص فيها اسمه كات اسمه كات اسمه فقط تخصصة في صناعة الـ Switches وكان كات اسمه فقط سبورت layer 2 يعني تقدر تعمل عليه مثلا VLAN ممكن تعمل عليه الـ Axis و Trunking خصائص خصائص layer 2 يعني كانت شركة متخصصة في ذلك فاشترت شركة اسمها كريسندو وضمت الـ Product و IOS لشغلها طبعا نحن نتحدث IOS وكانت متخصصة في الـ Router فكان الـ Operating System الخاص فيها اسمه IOS لكن ما عيوبه ما طوره ما الجديد ما العالم متجه ما الـ Verges اللي انا اعرف لانه كله وبروغرامنج وابعث وغير في الـ IOS العالم متجه انه موضوع الـ Automation هذا موضوع كبير جدا لازم نفهم هذه الـ Concept وهذه موضوع مهم جدا انك تتعامل مع هذه الانواع المختلفة من IOS حتى تقدر انت ما تقع في موضوع انه أنا misunderstanding the i-topic ممكن تتعلمه في الـ Automation او حتى الـ Programming فالـ IOS اشتركت عفون شركة كريسندو و سويتشات التي خاصة فيها تطور و تمشي فيهم الامور تمام بعدين ظهر مفهوم layer 3 switch layer 3 switch الذي قبل قمنا عنه سويتشات layer 2 layer 3 سويتشات ما ستعملت فترة طويلة قاعدت انه السويتشات layer 3 التي تعمل في layer 3 ستعمل تعمل ستعمل راوتر و هو operating system للايير 3 مقصود في راوتر فسويتشات layer 3 layer 3 تعمل تعمل بحيث ستعمل راوتنج نحكي information أو راوتنج بايز و جابت cat ios حطته حطته برضه في layer 3 switch انه يشتغل هذا يقوم layer 2 operations والiOS يقوم layer 3 operation فترة وقاعدت فترة طويلة لكن مع الوقت الcat ios operation command line مختلفة نوعا ما عن ios ما في ترابط كان يشتغل على switch layer 3 كان يشتغل على 2 operating system موجودين داخله كان يواجه مشكلة لما يجري يطبق بالنسبة layer 2 يشعر فرق بين command lines ما في تشابه بين layer 3 كان معوق الى حد ما لفترة طويلة سيسكو ظلت انه cat ios إلى 2008 عام 2008 قالت لا خلاص وقف الايو اس انا بقدر اعمله programming يقدر support layer 2 layer 3 وانا ما بدي الكات ايو اس في عام 2008 اعلنت سيسكو this is out of date انتهى عمره no support يعني no time for supporting أو يعني no more supporting يعني نحكي للكات ios في عام 2000 ثاناك وخلطة فتش ضمه او supporting له و ديفايس layer 3 سوش تصار فيها iOS فقد قادر ان يعمل supporting layer 2 switching layer 3 راوتينج فهذه بالنسبة للتطور الحقيقي بموضوع layer 3 او قصة البدائية كانت لسيسكو طيب فالايو اس طبعا الايو اس طبعا في عدة versions منه عندك ابتداء من version 10 families يسموها وهو family 10 11 12 13 14 و 15 واخر version في عام 2019 كانت 15.8 15.8 هذا الاخر version في تحديث الايو اس طبعا التحديثات كانت مستمرة على الايو اس بهادث كان يلاقوا مشاكل معينة مثل ناحية السيكوريتي موضوع تطوير الانكريبشن تبع الراوتر تطوير الاركيتيكتشر تبع الايو اس يكون اقوى فكان يطوروه بين فترة وفترة لكن بشكل عام لو ننظر للايو اس ونشوش مشاكل ايو اس ليش تسكو ساعة حاليا عم تتجه للانواع الأخرى لانتجتها بعد الايو اس مثل الايو اس اكس اي والايو اس اكس ار والنيكسس ايو اس خلينا نشوف شو مشاكل ايو اس مع بعض ونفهم ايش التطوير الحديث اللي صار على الادماع المختلفة اولا الايو اس القديم كان يعاني من عدة مشاكل النقطة الاولى انه كان مبرمد بلغة السي النقطة الثانية انه انه والنقطة الثالثة انه يوز شيرد ميموري بول طيب شو يعني ذلك؟ دس نان سبورت السيمتريك ملتي بروسس يعني بمعنى هلا احنا حط براسك عساس الامور ما تتخربك operating system زيه زي الويندوز للديفايس اللي عندك البي سي اللي انت قاعد عليه ملتي بروسس في عالم بشكل عام يعني في عالم operating system انه انا ما بقدر ارن task يعني انا عندي مجموعة task لازم انهي اول task انتقل لل task الثاني انهي task الثاني هذا ال operating system يعني الويندوز يعني نحكي بس بتصور تفهم انه شو يعني operating system انا عندي مجموعة tasks مثلا عندي اربعة tasks حتى انتقل لل task 2 لازم انهي task 1 لما انتقل لل task 3 لازم انهي task 2 فكان دس نت سبورت انه انا قادر اني اعمل operation لمجموعة او processing لكل task at the same time فكان هذي واحد من معوقات ال ios ومشاكل ال ios does not support symmetric multiprocess symmetric متماثل يعني مجموعة العمليات المتماثلة اني اقدر اعملهم run at the same time on one clock cycle one clock cycle يعني ان اعملهم operation at the same time on one time فهذه كانت مشكلة في ال ios النقطة الثاني انه task هذي انا بعملها تستخدم the same memory pool وهذا مشكلة في عالم من ال operating system ليش؟ لانه اذا one of the task fail صار في مشكلة راح يؤثر على total task will be failed كل ال task انه اني استخدمه the same pool of memory اذا كان عندي مجموعة tasks اكتب هذه النقاط في النوت بوك تبعك اذا كان شو مقصوص ال shared memory pool ليش يعني ذلك shared memory pool معناته انه اذا كان عندي مجموعة من task running at the same time اذا one of them يعني running at the same memory pool فصار واحد منهم مشاكل البقية كليات مصير عليها المشكلة لما يكون مستخدمين the same memory space هذا في عالم operating system طيب هذه المشاكل كيف حلوها سيسكو انتقلت سيسكو في عام 2008 الى انتاج نوع متطور من ال IOS وسمته IOS طبعا مثيل في عملية configuration مثيل في عملية architecture تبعه لل IOS انتقلت الى نوع جديد اسمه IOS XE وال IOS XE اول ما طبقته طبقته على الراوترات اللي من نوع ال ASR1K هي شغالة هاي الراوترات ال ASR1K سيريز طبقته عليها طبعا الوضع اللي التطور الجميلي صار فيه انه ال operating system تبع ال IOS راحت عملته reconfiguration على ال linux kernel و ال linux نعرف ال linux flexibility فيه قوي جدا من ناحية security encryption يعني كلام كثير في ال linux فرجابته بدل ما هو كان المطور في اللغة ال C programming راح طورته و حطته على ال linux kernel تمام؟ نقطة اخرى فيه انه حلت المشكلتين الاساسيتين اللي كان يواجهكم ال IOS اللي هم السيمتريك ملتي بروسسين لا هون سابورت أو سابورت السيمتريك ملتي بروسس و برضو التاسك يوز سابريت ميموري بول فصار عندي مشكلة في احد التاسك ما بيأثر على التاسك كلها السيمتريك يعني بيقدر يعمل running the old task at the same time وهذه هو التطور في ال IOS بالاضافة الى عندي خصائص كثيرة انه هذا النوع من ال IOS هو والXR والنكسس هم the future of the IOS و انا اظن و اتوقع سيسكو بعد فترة من الزمن ال IOS هاي راح تكون out of date راح تكون out of date after some time لانه هذه الثلاث انواع من ال IOS support automation يعني بتقدر تبعث secret بتكتب secret و بتبعثه عليهم بالطريقة اللي انت بدك يتناسبك باستخدامهم برضو هذولا فيه اشي feature رهيب جدا هذال الثلاث انواع XE والXR والنكسس فيه feature تقدر من خلال هذا ال operating system تقدر تشغيلها اسمها ان شاء الله غير مول علينا في الموضوع automation اسمها EEM وهي embedded event manager embedded event manager هذا بيسمح لك بال Automation تقدر تشغله على ينوع من هذه الانواع الثلاثة تقدر بخلال هذا embedded event manager انك تعمل automation لل secret انت تعملها pushing على هذه ال IOS يعني اعطيك مثال بسيط جدا مثال بسيط جدا انت مثلا بدك راوتر بشكل automated اذا كان عندك صار على اي انترفيس معين down يشغل الراوتر دوما انت تدخل تكتب command no shut down مثلا هذا مثال طبعا هذا بيسموه السيس لغ اوتوميشن كيف مثلا بقول الراوتر ببوش له command بالبيثون او باستخدام لغات البرمجة المختلفة بكتب له command انه اذا ظهر عندك السيس لغ طبعا احنا نعمل shut down لانترفيس على الراوتر او switch بتلاحظ بطلع لك السيس لغ والله the interface is down صح؟ بقول اذا ظهر عندك اللغ هاذ باستخدام من البيثون او كتابة programming على هذا ال operating system بحيث انت تعمل بوشنج للسيكرتز على هذا ال operating system بحيث يكون automated the router action دون ما تدخل انت والله تكتب هذا العالم القادم هذا اللي جاي هذا اللي الراح نقع فيه اللي انت انا حكيت عن القصادم لغا في السيس لانتعلم programming طور نفسك لحيث انت تكون في المستقبل يعني مستعد لذلك تمام؟ ايضا في عندي نوع اخر من ال ios طورته سيسكو في عام 2004 وهو متخصص لل isp طبعا صممته فعليا خصيصا لسيرفيس بروفايدر شركات الانترنت لانه بدعم بعض الخصائص المميزة لسيرفيس بروفايدر الانترنت اللي هو بنسموه os ios xr وهو exactly for isp router is هو الانترنت service provider routers طبعا هذا النوع من الطورات السيسكو ما استخدمت linux استخدمت ما اسمه cnx microkernel صممته على cnx microkernel system طبعا cnx microkernel هو نوع من انواع unix طبعا ما في فرق كثير بين linux و unix تقريبا طبعا هذا النوع من kernel حاليا مملوف من شركة شركة blackberry يعني هذا الشركة المصممة أو المطورة لهذا kernel برضو بضعم نفس الخصائص وميزات ios اللي هي symmetric multiprocessing و task to use separate memory pool بالاضافة اضافة مهمة جدا بالنسبة اللي هو service provider single instance can operate system control multi chassis يعني بقدر one instance one task can make controlling for multi tasks inside that environment برضو هذي الخصائص بتهم service provider ونقطة اخرى بتهم service provider جدا هي بدعم interfaces الهي DWDM الهي Dennis Wave Length Divisions Multiplexing هذا النوع من أنواع الانترفيس اللي بتهم service provider في عملية increasing للبانوث over the optical fiber links increasing bandwidth over the optical fiber links والسونت اللي هو Synchronous Optical Network هذا برضو بهم أنواع من أنواع الانترفيس اللي بتهم أيضا service provider في عملية increasing اللي هو بسموه transmission rate transmission rate هذه أنواع من الانترفيس الغالب بتشوفها في service provider وأول ما أنتجت هذا XR طبق على لاحظ هذه الدفايس أصلاً مبينة من شكلها فعلاً بتهندل huge traffic للي طابقت Cisco على نوع اسمه CSR Multi Chasey وهو service provider device في الغالب تجد هذه الأنواع من ال routers موجودة في service provider النوع الأخير عندي نكسوس 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 مبني في linux ومشاركة متوجهات المستخدمي ومشاركة المشاركة ضف مهمة نكسوس نحن نعرف بالغالب نجده في data centers لأنه ميزات رائعة جداً في وعنده 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 رائع جداً نكسوس هو ميزتين رائعة في هذا هو أول نوع يسميه Primitive Multitasking. ما يعني Primitive Multitasking؟ يعني بمعنى أنه I can divide the task inside. يعني أنا بيمكني أقسم ال task inside the operating system باعتماد على شيء ما يسميه High Priority أو Priority. ال task اللي عليه High Priority بقدر أخلي إليه الأحقية يكون Process على ال CPU قبل ال task اللي عليه Low Priority. هذه خاصية في نكسس. وبتهمي Data Center. لأن بعض الترافيك ممكن أن أكون عندي جاية من HTTP أنا أعطيها والله ترافيك أو مثلا جاية من DNS تكون عنها High Priority Over مثلا ال HTTP traffic. DNS traffic is over. بالتالي إذا جاءك ترافيك وكان عندك CPU مشغول أقول له والله خلي ال Operating System يختار أولا يعمل processing أولا لجماعة DNS بعدين يعمل processing لجماعة HTTP traffic. تمام؟ فهذا بتهمي Data Center. فهو تتخدمه ملتي تاسك برضو تتعطير الميزل في تصدير باستخدام الميزل على سيسكو نكسس يمكنك التحدد و تكتب الكود الذي يريدك ايه يعمله فهذا هو البروغرامنج نقطة أخيرة في هذا الموضوع من أن وضحنا الأنواع المختلفة ذكر معي الـ ios support layer 2 و layer 3 يدعم الـ switching و routing الـ ios xe support يدعم الـ switching و routing يمكنك التعمل على الـ router و switch الـ ios xr يعمل على الـ routers و الـ nexus يعمل على الـ nexus switches كيف أرى الـ version يعمل في الـ device يوجد كماند بسيط جدا تكتب show version و يبين لك نوع الـ version يعمل هو ios او ios xe او xr او nexus نقطة أخرى الفروقات في بناتهم مهمة جدا في موضوع الـ configuration هل أنا عندما أعمل على الـ operating system xe و xr فيه configuration الاختلاف فيه اختلافات إلى حد ما أنا بالنسبة لي كونه شفت بشكل عام عن هذه الاختلافات ليست فروقات كبيرة جدا لكن فيه اختلافات معينة نحن نتعودين مثلا نكتب IP address مثلا الـ interface IP address 192-168-1-1-255-255-255-0 في الـ ios xr مثلا ما يكون الخلاف تكتب IP address 292-168-1-24 و في الـ ios نقطة مهمة جدا كلما تكتب command xr عندما تعمل xr إذا عملت على service provider و وقعت إذا تعمل مع الـ ios xr دائما تكتب command حتى يطبق على الـ operating system يجب أن تعمله مهما يسمى commit المهما يجب تكتب بعدما تكتب أي شيء مثلا تغير IP أو شغل routing فقط تكتبه command commit هذا يختلاف نوعا جوهري بين XE XE نفس IOS كل ما نعمل في CC و اليوم نعمل كل IOS لا يوجد XE XE نفس IOS إذا عملت اليوم أيضا عن XE كأننا نعمل معه لا يوجد أي فرق بينه نكسوس يوجد اختلافات بسيطة جدا و هناك تشابه بين XR ولكن من فهم IOS XE و IOS بشكل عام لا يوجد صعوبة جدا في اختلافات الفروقات في الـ Configuration سنرى كيف يمكن أن نرى Virgin أنا أعمل شو اسمه لاب و جاهز اللاب بس نرى كيف يمكن أن نرى Virgin لأي نوع من أنواع هذه طيب هذا اللاب دعني يعمل دعني يعمل و نرى كيف يمكن أن نرى Virgin لأي من الـ Devices دعني دعني نرى سلايدل بعدها نتكلم عن الموضوع For your information واحد من الواضيع اللي أنا قرأت عنها استمتعت جدا و حبيت أني أن أقول لك هذا الموضوع أنك أنت تشوف العالم وين يصل أنت اللي تتعلمه ولا شيء يجى من شيء كبير جدا اللي هو الـ Asic Application Specific Integrated Circuit وهي تستخدم مش فقط في السيسكو يعني كلمة Asic نطق إنها كلمة محصورة في السيسكو هي ممكن تستخدمها في أي شيء في حياتك يعني ممكن تعملها بالطريقة اللي أنت تناسبك وتستخدمها يعني ممكن تشوفها مثلا في السيرفرز موجودة في الـ PC موجودة الـ Asic ممكن تشوفها في أي نوع من أنواع الـ Devices في الحياة أو في الـ Real Environment أو الـ Electronic Devices موجودة في هذا الـ Chip وهي عبارة عن ومكتوبة عليها لغات برمجة بحيث أن من اسمها Application Specific يعني هدف منها تقوم بـ Function معين أو Application معين أو حتى عدة Application فهذه ما في كلمة Asic لكن أنا اليوم رح أحكي لك بس شوية معلومات سريعة عن الـ Asic لحتى نجد بنظرك عن هذا الموضوع وتشوف أن هذا الشغل الموجود على هذا الـ Asic كلام كبير جدا اللي هي السيسكو Asic السيسكو إلها Asic خاصة فيها طبعا سيسكو شركة متخصصة في صناعة الـ Asic واشترت شركة أيضا طبعا هي شركة مصممة لها الـ Asic الخاصة فيها اشترت شركة اسمها لما أذكر ليبا شركة ليبا كانت شركة متخصصة في صناعة الـ Semiconductors أشباه الموصلات فاشترت هذه الشركة واللي هي متخصصة في صناعة الأشباه الموصلات وبلشت تطور بالاعتماد أو بالشغل مع هذا التيم الخاص بهذه الشركة في تطوير الـ Asic الخاصة فيها اللي ممكن تحطها داخل الـ Asic أو الأجهزة تبعيتها ونحن قلنا الـ Asic عبارة عن قطعة موجودة في وصناعة الـ Layer 2 Switches وصناعة الـ Layer 2 Switches ويضيفوها أيضا على الـ New Modern Routers حتى على الـ Routers يضيفوها لأهمية هذه القطعة في عملية الـ Application أو عملية اللي هي اللي بتخفف بشكل كبير جدا على الـ CPU طبعا الـ Asic في السيسكو عندها versions معينة وعندها versions متعددة منها الـ UADP الـ UADP عندها مجموعة نوسية من أسماء من الـ UADP وطبعا هذه النوع منه أضطر على مجموعة وفيرجين 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 3 ورد الأخوة ورد الأخوة يتركوها ممكن تكتبها أضافة في الرقم الثالثة نزلت مع الكاتاليست سويتشيز في 2019 اسمه كاتاليست 1600 شوف هذه الاسيك ماذا يعملون فيها طبعا هذه الاسيك حتى تعتمد بشكل عام حتى تعتمد بتم عليها عمل بحث علمي طويل ممكن يمتد من سنتين الى خمس سنين حتى يتم اعتماد هذه الاسيك حتى يتم اعتماد الـ Functionality الهدف الاساسي من هذه الاسيك طبعا هذا قبل سنتين يسمونه الـ R&D Commitment اللي هو الالتزام بالبحث العلمي Research and Development اللي هو الالتزام بالبحث العلمي حتى يتم اعتماد هذه الانواع الاسيك لازم انك تتقدم بحث وتشتغل عليه بشكل متطور وترتب هذه الامور لحتى تنتج هذا الاسيك اللي بتناسبك انتك سيسكو في عام 2013 انتجت الـ UADP 1.1 ووضعتها في الكهتر الـ 1850 شوف هذه الاسيك في عام 2013 شوف كم ترانزيستور فيها هذه القطعة لا تتجاوز الثلاث سانتي طولا في ثلاث سانتي عرضا وتلاقيها جوة الـ Devices الموجودة مثلا layer 2 أو layer 3 switches هذه القطعة اللي يشايف بكهة البساطة فيها ثلاث بليون ترانزيستور بقطعة مقدارها ثلاث سانتي بثلاث سانتي كتب فيها لبرمجتها 1.49 مليون line of codes تخيل مليون ونصف line of codes حتى برمجوها يعني احنا قاعدين نتعلم الكلام فاضي ولا اشي بالعلم اللي قاعد احنا الـ Devices لو تقرأ في الـ Devices الجوة بتحس انه انت اللي قاعدين نتعلمه في CCNA والCCMP ولا اشي وراء كلام الغاز على فكر هذه الـ Asics بيسموها بعالم سيسكو للـ Secret Sauce Secret Sauce يعني لو ترجمناها الصلصة السحرية طبعا سيسكو لو قرأت كثير طبعا هذه المعلومات أنا تحصلتها كثير بحثت صدقا يعني ما بتمشر معلومات عنها لأنه تعتبر secret ويتم دفع التوقع يعني يصل الى عدة ملايين لحتى يطوير تطوير هذه القطعة بس سيسكو ما بتنشر عنها مقالات دقيقة أو بتشرلك عنها معلومات كافية عنها أو كيف تم تصميمها أو شو الكودز اللي كتبت فيها لا هذي كلام بظل يعني secret بالنسبة لها لأنها دفعت عليها مصاري بلاوي يعني بقولك يتعدى الملايين يعني بتلاقيه 100 مليون و 300 مليون يعني وراحكي لك عن الاخر نوع من أنواع الاسيك اللي دفعوا عليه 1 بليون 1 بليون دولار لحتى تطوروا الوان سيليكون اسيك وان سيليكون دفعوا عليه 1 بليون انفزتمنت تخيل يعني ميزانية جوز عشر دول فكلام رهيب جدا في هذا الموضوع في عام 2017 طوروا الاسيك اللي هي 2.0 كان فيها 7.5 تقريبا بليون انترانزيستر طبعا الترانزيستر نحن نعرف هو نوع من أنه هو الامبليفاينج سيجنال تخيل كيف يضعون 7.5 بليون ترانزيستر ولكن تضع في بالك الترانزيستر هسا قاعدين ننقيس الدياميتر تباحها بالمايكرو يعني مثل ما كنا نتعلمها في الجامعات الترانزيستر صارت بالمايكرو بالمايكرو ميتر أو سوري بالنانوميتر يعني الحجم ها يعني يالله تشوفوا في العين المجردة فحطوا فيها 7.46 بليون ترانزيستر وكتبوا فيها 2.16 مليون كو لانزيستر حتى برمجوها هذا اللي هي ال .2 ايسوري ال .2 يشوف كلام يحط الواحد انه يرجع يرقى عن هذا الشي أو يتعلن هذا الشي العالم مشى وسبق الدنيا كلها يعني شسكو عملاقة عملاقة يعني كثير شركات بيعتمدوا على فندورز لحتى يصنع لهم الاسيك لا سيسكو عندها مصنحها للشركة اللي اشترتها اسمها ليبا وبتصنع لحالها وبتطور بحالها هذه الاسيكس اللي هي برضو جزء مهم جدا في الفيوتر يعني للاتوميشن هذه الاسيك تقدر تعملها بروغرامنج الاتوميشن كلام بروغرامنج هناك كلمة الاتوميشن واسمحها مني كثير حتى اصلا اشرح لك الاتوميشن بشكل تفصيلي بإذن الله برضو احكي لك على اخر نوع من انواع الاسيك اللي ظهر في السيسكو وضفوه طبعا احنا كنا في البداية قلنا الاسيك مرتبطة في layer 2 switch و layer 3 switch صح؟ هذول اللي هم كان يستخدموه بحيث ان يكون قادرين على عملية الـ forwarding اسرع وقلنا هذول اصلا خلوا الاسيك اسرع من الراوتر في عام 2019 اخر نوع من انواع الاسيك اللي حد الآن ظهر من سيسكو اسمه الوان سيليكون الوان سيليكون هذي قلت لك استثمروا فيها 1 مليون وخمس سنين وهم عم يعملوا بحث علمي وطوروها ودفعوا عليها اكثر من 1 بليون وقلت لك يعني ميزانيك جوز عشر دول يعني 1 بليون دولار لحتى انتجوها قطعة بحجم ثلاث سانتي وحطوها في الراوتر فصاروا ينتقلوا كان يعملوا بس يحطوها في السويتش والسوال layer 2 او layer 3 وضعوها اول مطوروه وضعوها في راوتر الثمن تلاف سيليز منها version وضعوها اسمها 1 سيليكون q100 اسمها q100 قولك هذه القطعة قادرة انها تحمل ترافك بمقدار 10.8 تيرابايت قطعة بس واحدة هذه ثلاث سانتي يعني بامكانها تحمل مقداره ب 1.8 تيرابايت في الثانية الواحدة يعني ممكن قطعة واحدة لحالة هذه تحمل ترافك لمدينة كاملة مدينة كاملة باكملها او منحكي مدينة متوسطة الحجم تحمل الترافك لمدينة متوسطة الحجم وسيسكو عازمة انها تطورت هذه القطعة ويصل الترافك تباحها او الباندوث تباحها 20.8 تيرابايت او 0.5 تيرابايت طبعا هم اطوروا البرج نقول قولنا Q100 وحطوها في اجهزة الراوتر 8000 اجهزة الراوتر 8000 وهي كانت هذه القطعة اقول لك انه السرعة تبعيتها كان تن او الباندوث تباحها او data rate نقوله البت اللي هي 10.8 يعني 10.8 تيرابايت كادره في الثانية واحدة تقدر تعمله متمرر وعازمة انه تخليه 25 تيرابا يعني العالم في ابحار فهذه بشكل عام عن معلومات رائعة جدا حبيت ان اوصلك اياها عن الاسيك ممكن تقرأ و تحاول شوف لكن معلومات قليلة جدا عن هذا الموضوع وعفكرة هذه اتوقع فيها حوالي 9.5 مليون ترانزيستر واكثر من ضعف الرقم هذا من الكودلين كودز حتى برمجوها وقلت لك 5 سنين ودفعوا عليها 1 بليون طيب انهينا هيك من الاسيك نروح عن كلامنا الاساسي عن الـ نdefال نفهم التكم و التكم و نضع الـ ثم نفهم نفسه يرى الرابط و نضع كماند و نضع تلاحظ انه بالبداية هي بقولك Cisco IOS انت شغال لو انت شغال XE بقولك Cisco IOS XE شغال XR Cisco IOS XR Cisco IOS Nexos إذا كنت شغال Nexos بس بهذه بساطة على الراوتر و ال switch كتبت لك الكماند موجود في السلايد Show version نجعى ال Tables in Switching في عندي نوعين من أنواع ال Tables اللي هو Cam Table and Tecam Table بس قبل ما نحكي عن أنواع ال Tables نحكي انه نعرف انه في كثير ناس بعتقد انه Cam Table Cam Table شو يعني انه هو نوع Tables او لا فعليا كلمة Cam هي اختصار Content Addressable Memory هي نوع من أنواع المموريز على فكرة هذه المموريز ال Cam و T Cam عبارة عن Very Important Part of ASIC شوف الاسيك اللي حكيت لك عنها Cam و T Cam Very Important Part of ASIC هي نوع من أنواع المموريز تستخدمها عند ال Switching في حملية Fast Forwarding للترافك Fast Forwarding للترافك طبعا ال Cam Table يستخدمها Layer 2 Switches T Cam يستخدمها Layer 3 Switches طبعا ال Cam Table يستخدمها Layer 2 و Layer 3 Switches عادي لكن T Cam في الغالب تقتصر على Layer 3 Switches طبعا مجموعة Functions يعني تستخدم Access List Quality of Service ممكن يكون عندي أكثر من T Cam T Cam ممكن بعض Layer 2 Switches تلاقي في T Cam فقط for Quality of Service كما تستخدمها كما تستخدمها لم يكن من المواضيع وقتها لكن إن شاء الله في هذا الكورس مطلوب مننا نتحدث عن Quality of Service سوف يأتي في وقته و نتحدث عنه إن شاء الله تستخدم تصميم مجموعة من Functions آية نتكلم و في الموضوع ถ kom fun مع الريكس راوتر اللي بيستخدمها الراوتر اللي هي الرام طبعا الكم ميموري بتخزن داخلها الكم والتيكم الرام ميموري معروف الراوتنج تابل المخزن في الرام تمام؟ شو الفرق بين هذا الميموري و هذا الميموري ليش الكم ميموري is faster than in lookup انا مش راح اخوش في تفاصيل هذا الموضوع ولا هو مطلوب منك حتى في CCIE لانه هذا الموضوع بيعتمد على فهمك للترانزيستر فهمك على الانكودين والديكودين و كيف يصبح الرام ميموري و كيف يصبح الرام ميموري ما راح اشرح لك كيف موضوع بس أعدي تظهر نقطتين اساسيات كيف تقوم با في الرام ميموري اللي هي random access و الرام ميموري اللي هو content طبعا الفرق الاساسي اللي بجعم الرام ميموري أسرع بكثير من الرام ميموري ان الرام ميموري انهعم ادريس و مدخلات صح؟ قادر انه يشيك على كل هذه المدخلات in one cycle can check all the things inside the memory in one clock cycle الرام لا ما بيقدر يشيك على كل المدخلات اللي بداخل هذا الرام إلا يعني ممكن يقصيه على مجموعات أو إنه one by one تمام هذه one of the big difference between الكام والرام ليش الكام أسرع من الرام لأن الكام قادر انه يقدر يعمل search the entire memory in one operation one clock cycle تمام while ram not another thing in the ram the ios use memory address to get the data stored and the memory location why the cam ios does the inverse أي بمعنى انه الرام الـ operation تابحها مختلف أو عكسي عن الكام الرام بتستخدم بتكون المدخل عليها عمارة عن المموري address رقم الادرس داخل المموري وهي بناء عن رقم الادرس تعطيك data لا الكام عكس انت بتعطيه data داخل الكام وهو بيعطيك الادرس تمام هذه فرقين أساسيين بين الكام والرام مموري طبعا نتذكر انه الكام هي مموري من هاد نوع سوف نتحدث عن التابل التي تقدمهم في السويتشنج اللي هم الكام والتيكام لكن بشكل عام لو شو الكام هي مموري على فكرة هي أصلا مموري بس بتعطينا خيارات التوفير للكام تابل support الكام تابل والتيكام تابل اللي رح نتحدث عنها و ايش فرق بينها بين الرام بكل بساطة اللي حكيت لك اياه انه الكام اسرع من الرام لانها بتقدر تشيك على انتريز كاملة في one clock cycle بينما الرام غير قادر على ذلك وأيضا في البعضFL خاصية ثانية انو عملية البرمي بين الكام و الرامSP مختلفة الى حد لا باقين ان الكام يستخدم اشغاء تحتيت عن المموري إنك قتلت مموري و يدخل تدورها وتطلبت من التريط في وسط الاستخدار لا وعكس كام على ظهر تأخذ المموري الإدرس و هي المموري الإدرس و تظفي Unt employment بيجاء كثيرا رابح يحاجد السريع المموري أدرس يدخل و تأخذ منه الـ data من الـ RAM سيصبح عكس الـ data تدخل في الـ cam ويعطيك المموري أدرس إن شاء الله أنه وصلت هذا الكلام يريد أن نحكي الـ architecture تبع المموري كيف تصميم المموري؟ فيها entries و فيها encoder و فيها decoder و Multiplixer لا ندخل في هذا الكلام و ليس إختصاصنا أو أنه لا يهمني كثيرا في هذا الموضوع فقط نعرف ما الفرق بين الـ cam و الـ RAM أو إذا سألت في هذا الموضوع حسنًا كما قلنا الـ cam memory يتوفرني نوعين من أنواع الـ tables الـ cam table و الـ tcam table الـ cam table أو مرات يسميه binary cam table أو pcam يعني يسميه binary cam table لماذا يسميه؟ لأنه it retains to value يا 1 يا 0 يا 1 يا 0 على فكرة أنا أعكسهم هون على فكرة 1 هو يرجع لك value 1 إذا كان false و يرجع لك 0 إذا كان true هكذا الدقيقة عكسهم هون ما هذا بمعنى ذلك؟ بكل بساطة أنه الـ cam table افهم في بيولاك أنه حتى يطلع لك الـ result أو يعطيك نتيجة لازم يكون عندي matching الـ data التي تأتي لازم يكون عندي matching لـ data كيف الـ operation؟ دعنا نحكي عن الـ operation أحسن حسن أن تسهم الأمور أكثر وبعدين نحكي عن الخصائص كيف يعمل الـ operation أو كيف يبنى الماك ادرس تابل؟ طبعا الماك ادرس تابل في البداية يستخدم layer 2 forwarding لـ frame forwarding صح؟ نحن نعرف الماك ادرس يستخدم ببني من الـ switch ماك ادرس تابل ماك ادرس تابل ماك ادرس تابل هو نفسه ماك ادرس تابل ماك ادرس تابل يعني مقصود كام تابل كيف يبنى الماك ادرس تابل؟ بكل بساطة يبنى من الـ art table الـ address resolution table في البداية عندما تجيب الـ switch عندك الـ switch يعني طازة وبعدها تركبت فيها الشبكة عملت بلغين للـ devices الـ switch يكون الـ cam table في nothing entries 0 مافيه entry صح؟ متى يبنى؟ لما مثلا الـ device الفلاني الـ pc1 يريد ان يعمل communication مع الـ pc4 قلنا حتى يعمل الـ pc1 مع الـ pc4 مثلا يريد ان يعمل الـ pc الـ pc يجهز destination MAC address و source MAC address حتى يعرف يتخاطب معه والـ ip destination حكينا هذا في البداية في البداية طبعا هو ما بيعرف destination MAC address للـ device اللي بعده او اللي يبدي يتخاطب معه فشو كان يعمل يبعث اسمه Arb Request Address Resolution Protocol R Request Address Resolution Protocol يعني يبعث الـ frame على broadcast 255 255 لكن يصل الـ switch الـ switch دائما يخزن في الماك تابل من source MAC address و destination لكن يصل الـ traffic عليه من هنا مباشرة يروح على port F01 يقول عندي وصلني من port F01 الماك address بعدين كان يعمل الـ switch اذا كان عندك destination is unknown يبعث الـ traffic عا كل interfaces ما عاد الـ interface اللي وصل منه طبعا لما يصل الـ traffic طبعا هذول مش معنيين في الـ traffic لانه جهاز واحد بده يخاطم مع جهاز أربعة كان يعمل drop لما يصل الـ traffic للجهاز المعني كان يرد عليه بأرب يرد عليه والله أنا اللي هو الشخص المعني ويضع 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 مباشرة الـ switch على الـ port اللي رد عليه دائما يقولنا بيسجل source mac address of the device فكان يسجل والله أنا وصلني على port F022 اللي هو مين الأخات وهكذا حتى يبني الـ table كامل يعني موجود على الـ port الفلاني وهكذا كان بالنهاية يبني الـ mac table بهذه الطريقة بالنهاية كان يبني الـ mac table يكون معلومة دائما الـ vlan و mac address type والport الموجود أهم معلومتين يبني الـ port مع أي address يرتبط بأي port طبعا الـ vlan 10 بسدل الـ type الـ dynamic أو استدهان أنا تعلمت عن طريق بشكل automatic أو أن الشخص نفسه دخل الماك آدرس طريقة الـ dynamic يعني إذا كان عندي R-Protocol شغال R-Protocol شغال إذا R-Protocol تعلم الماك آدرس عن طريق R-Protocol المباعد في الشبكة يكون نوع dynamic الـ dynamic لكن إذا أنت روحت على الـ switch طبعا هناك طريقة مانيول أني أكتب كل الـ switch على كل الـ switch أعرف الـ switch بالـ mac address أقول له على الـ port موجود الماك بـ c2 على الـ port 19 موجود بحالة الـ static بحالة وعندما إذا تعلموا الـ switch عن طريق الـ dynamic protocol نضع الـ dynamic حسنا بعد ما يستقر الأمور و تكون بطريقة الموجودة نرى ما يعني 0-1 بعد ما يبنى الـ table طبعا كيف الـ aging time الـ table هذا اوه ايشيك طيب الـ aging time الـ table كم ثانية 300 ثانية خمس دقائق يعني كل خمس دقائق بيعمله flushed إذا ما تحدث هذا الـ table يعني بيشيله وبيستنى traffic جديد يصير عليه حتى يعمله فحكيناها هذه سابقا في الـ Hispanic tree بعد ما يستقر و يصير الـ table بهذه الطريقة على سبيل المثال الأخ PC1 يريد يبعث إلى PC4 تمام؟ الـ table مبنى عندي لكن يصير الـ frame على الـ switch على الـ port F01 الـ switch بيشيك مين؟ بيسجل دائما الـ source و بيشيك حتى يبعث الـ frame من destination MAC address يعني بيصلوا الـ frame هنا بيطل على destination MAC address و يستبع الـ frame بيطل والله أنا هذا الأخ مو بيعرف حتى الـ PC يسجل MAC address للـ devices و عندها ARP Cache يعني أنت لو روحت على الـ PC تبعك هلا و قلنا له بالطريقة التالية لماذا؟ طيب لو روحت على الـ PC تبعك و روحت على command line و قلت له ARP minus A بيسجل عنده MAC addresses للـ devices اللي تخاطب معها هذا الـ ARP table تبع الـ device موجود عندي على الـ PC حتى الـ PC يسجل الـ content للـ MAC addresses اللي تعرف عليها و تخاطب معها فالـ device اللي موجود هون سيبعث الـ frame و يضع حاله as a source و destination من الـ PC4 و يتخاطب معه مسبقا و مكيش الـ MAC address عنده في الـ ARP Cache تمام؟ يصل الـ frame الـ switch حتى يفرود الـ frame و يضع دائما على destination حتى يسجل الـ address و يضع على source حتى يسجل الـ address في الماك و دائما يشيك source حتى يبعث و يفروده لازم يشيك destination مين أنا رايح على هذا الـ frame و إلى وين بيطل على حاله و يشوف 44444 تمام؟ مباشرة يودي على interface اللي هو associated تمام؟ ما يعني 0-1؟ 0 معناها false و 0 يعني لابد يعني لو كان هذا الـ address هنا 444 و مثلا آخر شي 4344 كان أي اختلاف في هذا الـ MAC address هل راح يفرود الفريم؟ لا، مش راح يفروده لازم يكون exact بالضبط الفريم اللي أنا بدي أو الـ device اللي بدي أبعث عليه الماك آدرس تبعه اللي إيجاني هو same identity identical مع الموجود عندي حتى أبعث له طبعا إذا كان the same زي ما هو هو بعثه هو هذا مسبقا عارف مين هذا الماك آدرس تبعه بعمل returning 0 بعمل return 0 0 أما إذا كان does not match بيبعث بعمل retain the value اسمها 1 في الممري تبعه جواته يقول لك retain 1 يعني false does not match تمام؟ أما retain 0 إذا كان it's okay موجود عندي في الـ table وأنا راح أبعثه للشخص معني تمام؟ فالcan table دائما returns to value 0 1 لأنه بيطلب exact match حتى يفرود الفريم لازم يجيني يعني يدقق الفريم destination زي ما هو موجود عنده في الماك table check bit by bit يعني 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 بساطة الماك كما يفرح مجدد مجدد ثانية يمكنك تغيير مجدد 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 أحضر تيكام ونرى كلام ما تيكام؟ تيكام 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 أميز أو وهو الاكستنشن فيرجن من التكام الاكستنشن فيرجن واللي خصائص في نوع من الفلكسابيلتي طبعا هو مش بس ريترن الون والزيرو لازم يكون اكزاك فيه فاليو جديدة هيك عشان هيك سموه تيرنري تيرنري معناها ثلاثي هذا يبطلك بيسموه في العادة بايناري لانه بالتجاع توفاليوز لازم يكون يا زيرو يا وان يا اه بماتشنج اه او غير ماتشنج لكن التكام اسمه تيرنري معناها ثلاثي بيسترجع الثلاثي فاليوز اللي هم وان وزيرو وفاليو الاخرى بيسموها ال اكس هي اختصار للا دونت كار ورح نفهم ليش هذي مهم جدا في عالم سويتشين والفرواردين هذا الفاليو بتهمني طبعا التكام في البداية صمم حتى يعمل اتولايز للتو بيربوسيز طبعا مش بس هذوتو بس هو اسان سنصممه لعملية الفلترة للاكسس لست بيخزن الاكسس لست وبيتجعل السي بيو اوت اوف اكويجن يعني ما بهمني السي بيو يشتغل يعني بدل ما اصير عندي ضغط على السي بيو في عملية البروسيسنج للاكسس لست وجود زي موضوعه بكرة حوالي لان ماهو السي بيو اkiye نحاول اشرح لك الموضوع على السي بيو اقترب من البروسيز ويكيبو اوتا لان نحاول اتحرك لك ان الموضوع عليه فى الاتجاة طبعا مش بس هذوا التو تيرمس فقط على فكرة تي كان يستخدم أيضاً للاير 2-4-وردينج ورح أشعر لك يا قدام إن شاء الله بل كان بفرصة للاير 3-4-وردينج وردو يستخدموا للاير 2-4-وردينج ولاير 3-4-وردينج بس هو الـ main purpose الهدف الأساسي كان يستخدم حتى تخزين الـ Access List لأنه لديه نوع من الـ Flexibility في موضوع Don't Care Pet ما يعني Don't Care؟ كيف يعني إنه إله أهمية في Don't Care ذكر معي الكام قلت لك لازم يكون عندي matching الـ Exact حتى يعمل Forwarding للـ Traffic أو الـ Frame اللي بصده تمام؟ هون مثلاً ليش مثلاً الكام تابل ما بنفعش إني أخزن فيه Access List أو Quality of Service لأنه بكل بساطة لو كتبت Access List بالطريقة التالية Access List Web Permit اسمها Web Permit اسمها Web Permit اسمها Web Permit TCB 10-0-10-1-1-0 بعدين 0-0-0-0 زي هذا الـ Wild Card بعدين الـ Host equal اسمها Web Permit TCB 443 همان؟ هذا الـ IP Address هذا الـ Range اللي أنا كتبته هذا إيش معنى؟ هذا إيش معنى؟ هذا إيش معنى؟ هذا إيش معنى؟ معنى إيش؟ بالضبط إنه الـ IP من 10 أكتبها بالهان أفضل هذا بمثل هذا بمثل من 10 .1 .1 .1 .0 لحتى 10 .1 .1 .255 كل هذه الـ Range of IPs بظمها مضبوط هذا الـ Wild Card الـ Wild Card ذكر إنه 0 match 255 don't care ذكر الـ Access List معها عساس نكون توصل لفكرة الـ MAC Address لاحظ إنه هذا الـ Entry لو استخدمت الماك تابل الماك تابل يجب أن يعمل exact match لهذا الـ Value إذا تدخل هذا الـ Value يجب أن يعمل exact match هل يمكن أن يعمل exact match عليه؟ لا يجب أن يكون exact 10 1 1 1 0 هذا الـ Value يتمثل الـ Range كامل بالتالي أنا بحاجة لـ Don't Care Bit ماذا Don't Care Bit؟ يعني ممكن يتخزن هذه الـ Value بالطريقة التالية في الـ T-Camp أرى بالطريقة التالية مثلا 10.1.1.x X معناها Don't Care يعني شو الـ Value بالتالي إذا تخزنت الـ Value بهذه الطريقة أنا نجحت في إني أعمل الماتش للماتش بالتالي CanTable ليس استخدم لتبع أي MAC أو T-Camp التالية المهمة فهذه السماء تبعز في تلك الماتش 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 الميت المال المتعي الماتش هي أشبه بذلك. فهو في بت دائماً بقدر يخزن هذي الفاليو بالبت اللي هو don't care. فبتالي don't care هذا معناته أي فاليو موجودة عنده. فالكام قلت لك لازم exact match. لازم matching اللي انت كتبته هون. لكن في كان في نوع من الفلكسابيلاتي أو رزيليونس بسمه الفلكسابيلاتي أو رزيليونس. إنه في عندي بيت بيقدر أخلي don't care يعني وأقدر يعني. عشان هيك. it's a very good practice. a value. إنه استخدم. إنه تيكام حطوه. إنه يستخدم. في الغالب يستخدم. طبعاً ممكن يكون فيه أكثر من تيكام. ممكن يكون فيه تيكام خاص للأكسس لست. في تيكام خاص لللاير ممكن يكون فيه أكثر من تيكام موجودة عندك. تمام؟ أنا شرح هذا بالنسبة لشو موضوع التيكام. طيب. طيب. خيكي لك النقطة كمان مهمة جدا. التيكام فيه two components. عرفنا شو يعني كم value برجع وإيش المهمية إنه وجود don't care pet موجود فيه. كم تكون من two components التيكام. إيش يسمونه feature manager. وإيش يسمونه switching database manager. SDM. ما هو feature manager؟ feature manager. أخذناه كمثال. أخذناه في حات ال access list. هو المسؤول عن عملية integrated access list داخل التيكام. هو مسؤول عن عملية إدخال ال access list للتيكام. النوع الآخر هو switching database manager. وهذا مهم جدا. SDM. ما يعمل؟ يعمل partishing. يعني يقسم التيكام لعدة functions. طيب. شو الهدف من ذلك؟ يعني عمد إعسامي المثال أخذها مني كالتالي. عشان تفهموا بشكل نصيد. مرات أنا شغال على layer 3 switch. تمام؟ layer 3 switch أنا مشتخدمه بشكل pure. يعني بشكل نقي. إنه فقط يقوم بعمليات layer 3 switching. أو نحكي layer 3 4 routing. يعني خلاص. شغال جايب layer 3 switch. ومشغله ك router عندي في ال environment. ما بدي يقوم بأي functions ك layer 2. صح؟ ما بدي يقوم بأي functions ك layer 2. بدي يعمل بشكل كامل متكامل أزا layer 3. طيب. في هذه الحالة. ال switch database manager. شو رح يعمل. التيكام المخصص أو رح يخصص. التيكام فعليا فقط for layer 3 switching. أما يخزن أي معلومات ما بتخص layer 2 switching. لا. فبالتالي يخفض اللي هو عملية استهلاك المموري. والبروسيس تبعيته عليه. فهذا مهم. ال switch database manager. ال switch database manager. مرات قلت لك أيضا. التيكام قلت لك. أنا بستخدم لعدة functions عندي. فانتبه لها. يعني ممكن أنا ال switch فقط مشغله برضو العكس. شغله فقط. ال layer 3 switch أنا مشغله فقط. ك layer 2 switch. شغال عندي في environment layer 2 switch. مش مستفيد منه بال routing. طيب. ليش أخليه خزن. بقولك تيكام هذه ال database بتخليهوش يخزن معلومات خاصة. على خاصة في layer 3. تقليل. فهذا الفيتشر رائعة جدا. ال switch database manager. يعملية separation لتيكام. طبعا بالاعتماد على. ايش انت بخلي ال switch. أو operation mode الخاص في. هو شغال layer 3. هو شغال خصيصا. ممكن على فكرة برضو في منه عدة modes التيكام. ال SDM هذه راح أشرح لك في منها عدة modes. يعني أنا بقدر أخصص التيكام يعطي حجم أكبر للترافيك الخاصة بال accessless. أخصصه حجم أكبر للترافيك الخاصة في ال routing. اللي هو ال IP routing. أو حجم أكثر للممري. يقول له خصص entries أكثر. طبعا على فكرة للأسف الشديد ما فيش الكوماند تابعه غير support. تعالى gns. اوي اميج. اوي اميجز اللي أنا بستخدمها. هذا الكوماند تابعه اللي حتى تشوف التيكام بتقوله. بلاتفورم تيكام يوتلزيزيشن. و راح يوري قدائش عندك تيكام تابل الموجودة. و قدائش عدد ال entries اللي أنا موجودة خلال كل تابل. لذا كالأسف مش راح اني قدر نشوف هذا الكوماند بالناحية عملية. لأنه نتصبورت على الاميجز اللي موجودة عندي. لكن هو ببساطة بهذه الصورة. انا اضع لك صورة الشو. كيف يكون. السويتش بدي اركز لك على السويتش داتابيز. والسويتش داتابيز للأسف الشديد على ال GNS3 غير قادر انه تطبيقه. والكوماند تابع الشو اسمه show sdm prefer. و تستطيع تغيير تلاعب انه تخلي تيكام يخصص خصية اكثر للرير 2 سويتشن. او يخصص موري اكثر من خلال السويتشن داتابيز. او مثلا للأكسس لست وغير ذلك. سوف أخبرك ايها. لكن ال Sdm تستطيع الحلو في الموضوع انه ممكن تطبقه عن طريق الجانس. عن طريق الباكت ريسر. الباكت ريسر سبورت له. بالأسف يعني شوف الباكت ريسر سبورت له. لان انا قلت لك ببداية الكواس ممكن نحتاج الباكت ريسر في بعض الاشياء. فهذه واحد من الاشياء اللي راح نشوف على الباكت ريسر قبل من نروح على الهاتف. دعينا نشوف لك ايها على الباكت ريسر او ريكشو ال Sdm. و له عدة موضز على فكرة ال Sdm. وين راح الباكت ريسر شغل عندي هو شغال. هذا الباكت ريسر. ارى اجيب الملتي لاير سويتش. هذا الملتي لاير سويتش. شغال به بسكل سريع لكن اوليك العمل. الكمان تبع بتقوله شو اس دي ام بريفير تمام او شو اس دي ام بريفير هذا شو اس دي ام بريفير بيقول لك قديش حجم الممر المستهلكة فور يونيكاست مايك ادرس يعني لاير 2 فور اي جي ام ب هذا الملتيكاستنج مش رح نكي عنو الاي بي فيرجين 4 اللي هو راوتينج يونيكاست روتس عندي 8k مموري مخصص اللي ها اي بي فيرجين بوليسينج راوتينج اكسس لست كوالي اوف سيرفيس سيكوريتي طب انا ممكن اخلي يخصص فالي اكثر لاي واحد من هذول مثلا كيف ممكن اعمل ذلك ؟ خلي ازيد المموري الخاصة في السيكوريتي خلينا هي واحد كاية اصلا هون خليها ترتفع بكل بساطة في منه عدة مود الاس دي ام بتقول له اس دي ام على ما اذكر ان شاء الله ما نسيت الكوماند اس دي ام بريفير بسيط الكوماند اس دي ام بريفير ام بريفير اكسس بايس اكسس بايس اكسس بايس اهتكار لل اكسس لست اهتكار دول IPv4 و IPv6 راوتينج تخصص أكثر ميموري للاير 3 راوتينج للاير 3 راوتينج للاير 2 هنا الاكسس مقصود بلاير 2 مقصود بلاير 2 راوتينج الديفولت هو العملية للاير 3 راوتينج يعني يحطي كل واحد حقه زي ما هو باير دفولت شغال عليه دعينا نخصص أكثر للعسبيل المثال نجرب الـ Access List كتجربة تمام؟ يطلب منك بعد ما تعمل لابد انك تعمل Reload للاير 3 راوتينج فأنا بكل بساطة أقول له Reload نعمل Reloading System has been modified نعمل نعمل Modifying نشوف كيف خصص لكن معي انه كان معطي الـ Access List هون قديش كان معطي الـ Access List 1K memory حجمه معطيها 1K طيب هنشوف كديش هسا بعطاها نعمل نعمل الـ Enable وقل له نعمل نعمل وقلل الماك وقلل الـ حتى الـ Unicast Root كان ثمانية 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 فأعطيها حجم أكبر فهذه بيكون بساطة ماذا أستيام طيب نروح نكمل في موضوعنا طيب موضوعنا بقي برضو في نقطة مهمة جدا انه و الـ Entries تبعية T-CAM لها ثلاثة values أو ثلاثة components بدك تسميهم ماذا هذه الـ Components الـ Components الأولى اللي هي ماذا يسمون Value وماذا يسمون وماذا يسمون وماذا يسمون الـ Values اللي هي مثلا هذا أعطيك بثال يتوضح ماذا يوضع الـ Values Defines Address or Ports Must Be Matched الماسك Defines How Much Address To Match وماذا يحجم الـ Result هو الـ Action اللي تفعله Pairbit Deny Policing وغلا أغيره خد مثال هذه ماذا يتوضح هذا مكتوب لك To Access List الـ values هي عبارة عن الـ IP addresses أو الـ Ports التي يجب أن أعملها ماتشين في الـ Access List هذه الـ values التي ستدخل عندي في TCAM الـ IP addresses هي 10.1.1.1.0 في الـ Access List الأولى و الـ Access List الثاني 10.1.0.0.0 في الـ Access الأولى يوجد الـ host 10.2.2.1 و نفس الشيء الثاني و عندي الـ Equal هذه الـ Ports أرقام الـ Ports أيضاً ستدخل عندي وتعتبر As a Values الـ Mask هو الـ Wild Card الـ Wild Card الذي كتبته يعني مثلاً لـ 10.1.1.1.0 ما هو الـ Wild Card؟ مكتوب 0.0.0.255 والثاني نفس الشيء 0.0.0.255 طيب الـ host هذا ما هو الـ Wild Card؟ هذا 0.0.0.0 match معناته صح؟ لأنه لازم يكون لأنه كلمة host هذه تعني في الـ Access List يعني match this host exactly يعني الـ Wild Card تبعه لازم يكون 0.0.0.0 معناها match يعني على كل الـ parameters تبعيته أو كل الـ entries تبعيته لازم يكون match ف زيما أنا ملاحظ الـ Mask هنا رح يدفينه المترجمات في الـ Mac Table كما هو الـ Wild Card للـ Access List لقد كتبته الـ Result هما permit أو deny غير ما هي الألعاء تعمل؟ هذه كنت تدخل الـ Values و هذه كنت تدخل الـ Values كما تدخل الـ Values باعتماد على الـ Component يحدد الـ Values الماسك و الـ Result يتجلع عندك بالنتيجة تمام بكل بسيطة يعني هذا مثال بسيط جدا بوضح لك الأمور يعني مكتوب لك اكسس لست مباشرة الـ values هي الـ IP Address و الـ Port Numbers الـ Mask هو الـ Wild Card المكتوب في الـ Access List الـ Result النتيجة هو إيش الـ Action سأعمل Deny Permit في حالة الـ Quality of Service سأعمل شيء اسمه Policing وإلى آخره نحن نأخذ قليلا بشكل سريع خاصة عن الـ Cam Table يمكن أن نطبق عليه عملي Genus Genus 3 كما ترى الشبكة التالية هذه الشبكة تعمل أعمل الـ Configuration لأنواع Tables و الأمور المتعلقة فيها كما ترى الشبكة بكل بساطة بشغالي أمورها تمام عندي Routers و عندي VLANs معمولهم هون InterVLAN Routing و شغال بين Two Routers EIGRP لو بشكل سريع رحت على أي من هذا الـ Switchات و شفت الـ Cam Table قلنا بـ By Default الـ Cam Table يجب أن يكون H0 لا يوجد entries لأنه لسه لم أجرد أي ترافيك إن شاء الله لم أجرد أي ترافيك Show Mac Address Table هذا الـ Command حتى أرى Mac Address Table Show Mac Address Table لاحظ فيه فقط على E00 E00 و أضع عليه أن أتعلمت على E003 Addresses لاحظ على E00 لماذا E00؟ لأنه E00 طبعا هذا بطبيعة الحال لكن أنا لا أعلم الـ Switch 1 لا أعلم أي معلومات عن PC1 أو PC2 و أي ماك من هذه الماكات لماذا؟ طيب هل هو يسجل كيف يعرف أنه على الـ Easy و كيف سجل ثلاثة ماك Addresses لأنه هذا Trunk والـ Trunk أصلا عرف أنه هذا Trunk و من أنه عرف هذا Trunk أعرف أنه أنا على هذا Trunk لازم أمرر 3 VLANs اللي هي 192 اللي أنا كريده هون و 10 و الـ Default اللي هي موجود فيه All Other Ports فالـ Trunk فهو By Default بسبب الـ Negotiation بين الـ Router والـ Layer To Switch على هذا الـ Link هو عرف مين هذا By Default فهو عرف لأنه هذا Trunk لكن على الـ Access Link ما رح يعرف أي شيء لأنه ببداية لازم يبعثوا ARP و يبنوا الماك تابي يعني أنا لو جنريت الترافيك كسع من PC1 لو بنكت على أي جهاز ثاني رح أحز أعرف أنه السويتش رح يحصل هذا الماك Address يعني جنريت أي ترافيك قل له بينك خليه بنك مثلا على أي شخص في الشبكة الثانية 10 20 22 طبعا الشبكة شغالة يعني أنا مشغلها مسبقا لأنه هدفنا بس نشوف كيف الأمور فبنك عندي ركض على الراوتر و نرى هل سجل الـ Value دائما هو سجل Value للـ Source هل سجل Value للـ Source Show MAC Address Table سألاحظ أنه سجل عندي على الـ E01 MAC Address طبعا من هذا الـ Device اللي هو 050 79 66 بعدين 680 وهكذا هذا كيف يبني بكل بساطة ما نعقد الأمور بكل بساطة هذا اللي بهمنا و نكمل سلايداتنا للآخر أساس وقتنا نستفيد منه نأتي على Tables Routing في الغالب في عندي Fib Routing Information Pace و Forwarding Information Pace ما هو Routing Information Pace و ما هو Forwarding Information Pace طيب كنا نعرف Routing Information Pace Routing Table و كنا نتحدث عنه كثيرا أنه يستخدم في عملية Forwarding لكن هذا صحيح 100% اليوم ستعرف معلومة جديدة أنه Table مسؤول في عملية Forwarding خاصة أنه عندي كل الـ modern switches أو الـ راوتر تسيغال عليها اسمه السف اللي راح حكي عنه لاحق آخر شيء هذه السويتش وهذه الـ بتنتج ايش اسمه أو الـ Fib Table والفب Table هو الـ Table فعليا حقيقيا المسؤول عن عملية Forwarding Tables طيب شو الـ Fib Table بكل بساطة الـ Routing Table كيف يبناء؟ الـ Routing Table كيف يبناء؟ يبناء من الـ Routing Protocols Table أنا عندي Routing Protocols Table آه عندي الـ PGB والـ Internal عندي الـ OSPF الـ PGB والـ OSPF الـ EIGRP الـ RIP برضو عندي الـ Direct Links المشبوكة على الـ Router عندي الـ Static Roots اللي أنا كنت أكتبها كنت أشوفها كل ياتها في اللي هو اللي قلنا نشوف الـ Routing Table دائما نشوفه في الـ Routing Table صح؟ في الـ Routing Table يبناء من اللي هو الـ Protocol Tables يعني مثلا على سبيل المثال الـ PGB عنده Table اسمه الـ PGB Table الـ OSPF عنده اسمه الـ OSPF Database اللي فيها الـ Database الـ EIGRP اسمه عنده Topology Table كنا نشوف هذا الشيء ونشوفه في الـ Routing لكن نشوفه على المحاضر القادم سنقوم بتدخل الـ OSPF وندخل الـ EHRP سنشوفه ونحن نعرف هذا الموضوع من C-CNA و هذا اللي كنت أتنوع عليه في البداية انه يكون عندك الـ BASICS الـ PGB وشو الـ sorry الـ Interior Gateway Protocol سوى OSPF و EHRP في عندي Direct Links وهنا نكاتب لك Direct Links و EHRP وهذه الـ Protocols تجتمع مع بعضها ويتم وضعها اللي أفضل PIST ID يتم وضعه وين في الـ Routing Information Base اللي هو Routing Table اللي احنا نكتب Show IP Route يطلع للـ Routing Table Show IP Route يطلع للـ Routing Table في عندي هذا الـ Table طبعا الـ Routing Table في مجموعة من المعلومات أو يسموها Tags I don't need them أنا مش بحاجة لهم في عملية forwarding للـ Packets أنا بحاجة منهم فقط احتجتم لأدخل الـ Protocol Tables inside me مثل المترك المترك أنا بهمني في عملية forwarding لا أنا بهمني عندما أعمل forwarding للـ Packets هو Routing Table مستخدم في عملية forwarding للـ Packets عندما تصل الـ Packets في الـ Routing Table هناك مجموعة من المعلومات مثل المترك مثل Administrative Distance أنا فعلياً ما بهمنيش في عملية forwarding bucket للـ Next Hub ما بهمني لأنه أنا بهمني عدة معلومات معينة عشان هيك الفيب تيبل ظهر الفيب تيبل يعني بيجي بيعمل minimize للـ Routing Table أو بيعطيك المعلومات والخلاصة من الـ Routing Table بيعطيك الخلاصة من الـ Routing Table بيسموه أيضاً بيسموه Shadow Copy Shadow Copy يعني نسخة الظل اللي مش مئة بالمئة يعني مش مئة بالمئة يعني مش مئة بالقصدي يعني ما أخذ خلاصة الـ Routing Table ما أخذ السمري من الـ Routing Table اللي بهمني أنا حتى أعمل forwarding للا traffic شو بهمني أنا؟ والله بهمني destination يعني أنا كذا لازم أبعث على الطرف الثاني لا يهمني مجموعة وعنوات أخرى ولا أعمل لك أب لازم أعملها Processing داخل الـ CPU فعشانيك الـ FIP Table is populated based on the Ript فهذا الـ FIP Table is forward information based وحتى أشوفه بكتبكما اسمه show IPCIF راح أوريك إياه إن شاء الله كاملاً تمام؟ فتنتبه هذه النقطة ف لو هذا السؤال يسئله في أحد الامتحانات أتوقع في الامتحان الـ CCMP إذا كنت جدت أن What the FIP Table The FIP Table is a table or a forwarding table which is based on the routing table The FIP Table To make a poppy It is a property خلال نسخة من الـ routing ووالتحان الـ وشاهل كما أنت بهذاً فهذا هو الفيب تابل بكل اختصار نعرف كيف الفيب تابل نذكر انه بالبداية الراوتينج يبناء من الروتس سواء كان static او ان تعلمت dynamic عن طريق اي من البروتوكولات الديناميكس او التابل الخاصة فيهم بعدين هذا التابل هو راوتينج من الفيب فروتينج من الفيب تابل بكل اي باستخدام الروتينج من الفيب هذا تمام نعرف كيف انه هو المسؤول عمليه البروتينج للبكس الفيب هو المسؤول حقيقياً ليس راوتينج تابل طبعا حتى اكون دقيق معك 100% بعض الكريتيكال مثلا بعض الكريتيكال كيسيز بعض الكريتيكال كيسيز طبعا هنا اذا ما اشوفه في الشبكة يستخدم الراوتينج تابل حتى لو وجود الفيب طب كيف مثلا البعض البروتوكول مثل الابل توك اللي خاص بابل ما كانتوش اللي هو السيستم تبعه فبالتالي في حالة اذا كان عندي ابل توك بروتوكول ابل توك بروتوكول هو بروتوكول مخصص من شركة ابل لاجهزته الخاصة اذا كان مستخدم هذا بروتوكول في الشبكة الفيب تابل كمت حاندل افكرة وبالتالي we need to use the route يعني هذا يقولك دقيق مية بالمية لكن احنا كالجنرال ايضا نعرف مين بعمل فوروردينج او الابي destination prefix هاي الابي كاتب لك اياهم مين بعمل ابي destination based switching decision الهو الفيب تابل اللي هو啈ه اصلا من الشادو كابي من الرب table when ibi roots are copied from the next tab are resolved going to phrases as computed رب تابل عملية الابتعاب تابل رب تابل اصلاً بتعاون مع تابل اخر اسمه الادجسنسي تابل رح نحكي عنه في اقره شوية ايضاً اسمه الادجسنسي تابل الادجسي تابل اللي هو مسؤول عن عملية Resolving layer 2 functions هاي بيختصار هو الرب والحب بكل بساطه اخر موضوع نكمله والروعة العامة بشكل بسيط الاخر موضوع سنتكلم به هو Packet Switching Method واحد من المواضيع المهمة انا اعتبرها وخصوصاً فهمها بدخلك لقدام في موضوع SDN Software Defined Network اللي هو الاطوميشن وعملية الافكار اللي قابت تظهر مستقبلاً التكنولوجيز SDN1, SDN Access الDNA ولكن شو اسمه نفهم هذا الموضوع ال Packet Switching Method معناته عملية نقل ال Packet الRouter الMulti Layer Switch الFrame الrayer 2 الFrame الFrame الSwitch هذه الثلاث أنواع التي تحدثنا عنهم سابقا اليوم نتحدث عن Packet يعني Packet Switching Methods المقصود فيهم Packet Forwarding الذي هو على راوتر أو Layer 3 Switch هناك ثلاث أنواع من Packet Switching Methods دعونا نشرحهم بكل بساطة أول نوع هو Process Switching النوع الثاني هو Fast Switching النوع الثالث وهو Default المعظم من Modern Cisco Devices سواء Layer 3 Switches أو Routers هو SIF وهو الأفضل بناتهم سنعرف لماذا أفضل وهو Cisco Express Forwarding وهو خاصي من خصائص Cisco بكل بساطة قبل أن أتحدث عن ذلك اعرف أنه في ذلك نقطة جدا مهمة راوتر أو Switch حتى Layer 2 أو Layer 3 يتكون من 3 Planes ثلاث طبقات راوتر جوه كالوجيكل هذا الكلام كالوجيكل مش حقيقي هو لكن هو كالوجيكل نحن ننظره موجود بداخله ثلاث طبقات الطبقة الأولى هي Data Plane الطبقة الثانية هي Control Plane هو العقل الدماغ اللي فيه CPU والروت بروسيسور الطبقة الأخيرة هي Management Plane نحن أتحدث عن نحن 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 يجب أن يكون هناك طبقة رابعة ويجب أن يكون هناك طبقة رابعة لكن دعنا نركز عن هذه النقاط ما هو هو الطبقة المسؤولة عن عملية المونيترين للدفايس إذا شبكت تلنت على الديفايس شبكت كونسول وروحت أعمل كونفيجريشن يعني تلنت أو كونسول أو دخلت SSH أو دخلت للنت كونف أو دخلت SNMP اللي هو Simple Network Management Protocol يعني عميت المانجينج إذا دخلت بس هدف أني أعمل مانجمت أنا بعتبر نفس الموجود في الداعتبلاين طيب الـ Control Plane وهي أهم طبقة أهم طبقة بين خطين عريضين أكتوبة أهم طبقة فيها العقل هو الـ CPU فيها الـ Root Processor فيها اللي بنسميه Root Processor Engine الـ Engine تبع Root Processor العقل تبع الديفايس موجود في هذه الطبقة على فكرة الـ Management Plane في العادة هي موجودة في Control Plane يعني كوصف حقيقي Management Plane is inside the Control Plane بس إحنا خلينا نعزل على اساس أنك تميز الأمور بطريقة أو بإمان الـ Data Plane اللي هي موجودة فيها Line Cards اللي هي الـ Portat تبعيتك Line Cards المسؤولة عن عملية Forwarding للـ Packets أو الـ Traffic اللي بتصلني على الشبكة تمام؟ هذي بشكل وصف سريع شو أنواع الـ Plane الموجودة داخل الـ Raota أو الـ Switch لأوضح لك صورة أي شيء يعني؟ خذ معي هذا المثال هذا الـ Switch Catalyst 9400 وين الـ Control Plane تبعته؟ وهو Supervisor Engine لو شفت هذا القطع شايف عليه 2 Supervisor Engine هذا Supervisor Engine Supervisor Engine هم الـ Control Plane اللي فيهم الـ CPU العقل اللي هو بنسميه أصلا الـ Root Processor أو Supervisor Engine يعني إنه الاسم Supervisor Engine Control Plane Routing Engine كل هذه المسميات إنه اوكي يعني إنه الاسم فالغالب يقولونها Root Processor أو Supervisor Engine هون موجود عندي العاقل هم أما Line Card اللي فيها البورتات هذي شايف البورتات أو هذي البورتات اللي هي هون عندي ال SFP Ports وهذه ال 1 Giga Ports هذي بسميه Line Cards اللي هم وإيش Line Cards اللي موجودين عندي في طبقة ال Forwarding هون تيجي ترافيك وتنبعت من الانترفيس هاد وتيجي من انترفيس هاد وتطلع من انترفيس الثاني اللي لازم يروح عليه ومين يقرر ذلك؟ يقرر من ذلك العقل يتصل مثلا باكت ويروح بعملها Processing ويقول لك تطلعها من هناك وهذا بنسميه Line Cards وهذا بنسميه Supervisor Engine بحاول أرسم لك الشيء بحيث قربك الحياة العملية لما تروح تشوف تطلع على ال Switch تعرفين ال Supervisor Engine كارد تبعيته لسلوط تبعيته وين فلان فأميز طبعا في عندي انواع كثيرة من Supervisor Engine في عندي انواع كثيرة من Line Cards بس أنا نعطي مثال حتى تعرف في الغالب كيف أميز Supervisor Engine من هذا؟ ببساطة أقول لك إياها Supervisor Engine هو السلوط اللي فيه ال Management Port يعني بتلاقي فيه ال Console Port بتلاقي فيه ال Flash Port USB Port بتلاقي فيه يعني ما فيه اللي هو ال Denicity Port اللي أنا بدي إياه هذا Denicity Port هذا Line Card أما هذا راح تيجد بيه مثلا اللي هو ال Console Port اللي ستلاقي فيه مدخل الفلاش هذو اللي يسمون Uplink Interfaces ويعني واضح يعني أي أي ديفايس لقد قلت لنظره وشفت إياه مدخل الفلاش هذا السلوط الموجود عليه على الديفايس يسميه مباشر هو Supervisor الموجود فيه وروتي بروسيسور وعقل كل الأمور هذي اللي بتصير فيه عملية ال Operation كاملة وال Line Cards هذي المسؤولة عن نقل الداتا نقل الدفايس بروع العقل بكل بساطة مثلا عندي هذي هذا الانترفيس مباشرة بروع العقل هون طبعا نلاحظ ممكن يكون عندي الديفايس عليه أكثر من Supervisor Engine يعني عامل بناتهم ريدندنسي ضرب واحد وحكينا عن هذه سابقا لما حكينا عن SSO و NSF Stateful Switchover and Non-Stop Forwarding تذكرين عن هذا الشي واربط الأمور ببعض فكان يوديها الرؤيت بروت بروسسور و يقوم بعملها الروت بروسسور يجب أن تخرجها من الإنترفيس ومعني هذا بكل بساطة حسن ماذا نرجع مبينه الأساسي ماذا ما هي الروت بروسسس وويتشنج الروت بروسسس وويتشنج هو النوع القديم من أنواع الروتشنج وهو غير مستخدم حاليا وما أتوقع حتى أنها يستخدم وأنه يكون واقع بكارثة هذا حاليا الروت بروسسس سويتشنج بكل بساطة نفترض عندي ASR 4400 وهذا هو Inbound Interface أو Ingress Port وهذا هو Outbound Interface إجاني ترافيك طبعا الرافيك تيجي على باكتز 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 الأولى الثاني والثالث والرابع والخمسة باكتز باكتز جئ أنا خفف dos. حتى نكشف باكتز منع ترافيك ، ادفعي الركات يمكنك المتغرفة على الاتفات بلين ويقام باكتز باكتز التعفيك هنا نرى هدف ك 몇 أحد بجمع Lient Card حسنبائه 2012 بداية استطاب格 کهجو 영화 سيكون عFXه باكتز في المناطق الأخرى سيكون حصل الرافيكежд في الرافيكث بردو بروح بيقولك وديها على العقل بعملها بروسسنج ووديها على العقل اجتني باكت ثالثة بتتروح على نفس الديستيناتشن ووديها على العقل خلي اعملها بروسسنج يعني هون عندي every packet every packet every packet needs to be processed to be processed وهذا كارثة كل packet يجب ان اشغل الى cpu يفكر فيها وهذا النوع مستخدم يعني يهلك لك الى cpu كل packet يجب ان الى cpu يعمل الى cpu ويعمل الى algorithm ويعمل حسابات ويقوم بتطلع على هذا الانترفيس طب اذا اجب ان اجب ان اجب ان الى cpu كل مرة اطلع على cpu ولازم اعمالي بروسسنج it's not okay طيب هذه مشكلته انه عندي high cpu load هذا leads to high cpu load leads leads to high cpu load starts with עם يحضرQue متعامل وطلح على cpu ايلي Idont اوال يتcost ازل ال for vegetal is ببني table اسمه root cash table ويضع مين ميه فيها الdatabase للباكت اللي وصلته ايجته باكت ثانية بده تروح على نفس الديستيناشن بده تروح على نفس الديستيناشن بده تطلع مينه ومباشرة على الكاش اذا لقالها معلومات بيستخدم الكاش والفوروردنج ما بشغل السي بيو لكن اذا ما كان عنده معلومات بيطلحها على السي بيو وبرجع بكيش شوين في الroot cash table اللي عنده نعم؟ بالتالي هنا عندي medium cpu يعني load هنا first packet only processed for the same destination for the same destination for the same destination تمام؟ first packet فأقوم بتروحة باقي اذا اقوم بتروحة باقي فأقوم بتروحة باقي اذا اقوم بتروحة باقي باقي انتخدم روت كاش وليس فأشغل السي بيو لا يوجد اضعي ثانية انا لدي يعني يعتمد على حجم كيف تتفق الداتا النوع الأخير وهو السف وهو الأروع والأفضل واللي معظم السيسكو سويتشه او الراوتر يشغل عليه يعني شغال هذا ما فيه محتاج انك تشغله طبعا حتى تشغل شو اسمه البروستسويتشنج تو انابل ات انابل طبعا بير انترفيس يعني بك تدخل على الانترفيس مثلا على سويتش او الراوتر وتقول له داخل الانترفيس تكتب له كماند كالتالي يقول له نو اي بي انا ما اظن عكس هو لهذا يقول له نو اي بي روت كاش نو اي بي روت كاش نو اي بي روت كاش تمام؟ يشتغى عندك البروستسويتشن طيب بالفاسسويتشنج اذا ما تشغله بس تكتب له اي بي روت كاش السف بدك تشغله اي بي سف ما كنه عمي منه اي بي سف سوف تقول عنه قليلا سوف نشتغى محاضرتنا السيسكو اسيبريس فوروروردين السيسكو اسيبريس فوروردين مجرد ما نشغل بس يو حد REALLY يبنى 2 تابلز يبنى عندي 2 تابلز يبنى عندي 2 تابلز مجرد ما اشغلها الابتابل الأول هو الابتابل والابتابل الثاني هو الابتابل الابتابل من هؤلاء؟ طبعا هؤلاء يتخزنون وهذا الروتكاش تذكر أنه في الـ data plane طيب هؤلاء هؤلاء يتخزنون؟ في عندك 2 solutions في عندك 2 modes لحتى تخزنهم الحالي هو 2 modes of operation في السف المود الأول يسمونه الـ centralized mode of operation centralized mode of operation معناته يتخزنون في الـ control plane يعني ستخزنون في الـ control plane المود الثاني اللي هو distribution mode كلا من هؤلاء الأجنسي والـ fib table ستخزنون في الـ data plane في الـ data plane أو في الـ line card يعني الأحرام تمام؟ عندك 2 modes حبيت تشغل هذا المود تشغل هذا المود تشغله لكن الـ functionality تقريبا ويستخزنون في الـ data plane ويستخزنون في الـ line card يمكن أن يكون مخزنون على الـ line card أسرع ويستخزنون في الـ control plane ويستخزنون في الـ control plane حتى يجدونهم ويستخزنون لكن نفسي functionality يتوقع لكن هذه المسلمات كاللوجيك تمام؟ فـ 2 modes يمكن أن أشغلهم ونفترض أن نعمل على الـ distributed وحتي سنترفق وتقل المودة فضل ومتارك حتى يعمل Department أيضا و��의ALT ومتارك يتوقع الـ و pounds و tới الـ 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 الابتابل هو عبارة عن shadow copy النسخة عن الروتنج تابل. الروتنج تابل طبعا مخزن في الكنترول بلين. والارب تابل برضو مخزن في الداتا بلين. اطلق اياهم. ايضا في عد الارب تابل. تمام. والادجسنسي تابل. وادجسنسي تابل هو عبارة عن تابل مشتق من الارب تابل. يقوم بعملية layer to resolving four addresses. بحيث جهز الامور يبسطها بشكل سريع. يعني لما يصلي ترافيك. ما في داعي طبعا يكون. هون البروسيسور او cpu out of equation بنقوله دايما. خارج معالية الحسابات. يعني ما في عندي load. نو لود for cpu. نو لود here for cpu. نو لود. نو لود. on cpu. rut st comSU اي اج ار باني، يكون شغل دايجسترا الاليجورثم، ي شغل دايجسترا الاليجورثم ، ويحسب ويضع . upcoming game. وكانaffe combating työ verifica وير كسافا. فب والأجنسي تابل و اي باكت بتجيب تروح على الفب والأجنسي تابل طبعا هل كل الباكت لازم تمر اعطيك الدقة دقة some data will not be safe او يعني will not be a non safe traffic وين حتى لو كنت انا شغال سيف في بعض الديتا مش راح يقدر الفب والأجنسي هندلوها مثلا اذا سالينك Shh الفب والأجنسي لازم تروح على الاساسيم وهو عبارة عن نسخة عن الـ Routing Table والجلسي عبارة عن نسخة عن الـ Art Table ولكن مزبطين الأمور بدقة أكثر يعني مسهلين الأمور أكثر في عملية الـ Forwarding هذه كل بساطة إجاني Traffic Encrypted يجب أن تذهب على الـ CPU بكل الحالات يجب أن تذهب على الـ CPU إجاني Traffic أو Packet TTL إلىها واحد يجب أن تطلع على الـ Control Plan لماذا؟ لأنه سيعملها Decrypt Zero ويعملها Ignoring بعد ذلك لأنه سيعمل ويعملها لأنه يوجد سيعمل على الـ CPU أيضا يوجد سيعمل أستخدام تبد المعارضة مثلا سيعملها Incrypted traffic لا يوجد سيئة بصنقات تجريدها لكن نفسه سيعمل ظلت في المقارنة لكننا الأماكن الهدف يقوم بأنه czyli فبتابل والأجنسي تابل والفبتابل هو المسؤول هو المسؤول عن عملية الفوروارد للترافك وهو دائما يعني بوينتد تو الأجنسي المثال لائر 2 روحات مصر على عملية لائر 2 روحات مصر على fünf رائر 2 روحات مصرع منتده المسؤول بالفوروارد للحوالات اجنسي تابل هذا التفاعلة لائر 3 سوف نشوف ما في الفيب سوف يعمل مع بعض سوف يأتي بالرأة 3 traffic وهذا سوف يعمل ويقوم بعمل الـ next hub IP addresses بحيث سوف يصني أي باكت مباشرة سوف تذهب على الـ fib والأجنسي ويقوم بعمل الـ CPU إذا دخلوا الـ root processor أو هذا الكلام سوف نشوف ديب آخر شيء هذا الـ special هذا يشكل توضيحه أكثر سوف نقوم بعمل الـ cyber supervisor engines الموجود فيها الـ rib والـ fib والـ cpu وغير ذلك المماريز الرب الـ fib و الرب الـ table الـ agency table كمانت بالنهاية هذا الـ fib والأجنسي يخزانه في الـ T camera لم تدخل الـ T-cam ليس فقط فوق الـ Access List و التقلق المكتور لتدخل الـ Tcams لتدخل الـ تدخل على الـ Tcam كلام كثير متداخل لكن اذا ربطت انت واذا مش معلوماتك في السريسي انهي ضعيف شوي بجوز تحتاج التراجع لكن ممكن تحضر محاضرة ثانية مرة وتكون مبسطة انا حاولت ابسط الامور قدر مستطاع واتمنى انها وسطت الفكرة كاملتا بس نشوف اللاب سريعا عن السف و هذه الاشياء وننهم محاضرتنا اليوم طيب نشوف اللاب مثلا ايش بنا نعمل هلا طبيعي للحال مين الشغل كيف اشيك انه مثلا الراوتر شغل في السف بتقوله شو اي بي سف اذا شوف في محتوى في شو اي بي سف معناه انه شغل سف اي حاطلي السف تابل كامل معناه حاطلي سف تابل معناه شغل الراوتر سف اذا شفت انه امتي ما راه يكون عندك الديد طب كيف ممكن انا اشتغل على على الفاصت سويتشنج او البروسيس سويتشنج كماند مكتوبة في الهب بس شوف كيف مثلا البروسيس سويتشنج و الفاصت سويتشنج حتى تعملهم بنعملوا اي انابل pair انترفيس يعني تدخل على الراوتر تقوله انترفيس تبعك اللي هو انترفيس انترفيس F1-0 باقول له IPCache إذا قلت له IPCache سيعمل في Process Switching وإذا أريد أن تشغلها سوف تجربها لحالك لا يجب أن تجربها دعنا ذكرك شغلة مهمة جدا في البروستسر يجب أن تشغل البروستسور لديه يجب أن شغلة م áreas سالية تقدم زين الدجاجة يعمل دايما مثل السرعة gal Montréal ولكن أنتقدم ق multiple sys هذا يسوي لك كل العمليات كل ما يحصل على البروستسور أعرف كل هذه الكلام كثير ما يهمني أكثر شيء هو تبع البروسيسر متى بيكون أبين انه قديش بيعمل بروسيسن على الباكت في إنتري اسمها IP Input لازم يكون في عندي إنتري IP Input هذه تبهين لك كيفية البروسيسر دائما ندقق عليها نشوف كم يستهلك البروسيسن على الباكتس اللي بتصير عندي داخل الشبكة طبعا في كثير كلام بس اي بي امبوت في واحدة اي بي امبوت كيفية البروسيسر يعني اسمين وين اي بي امبوت هيا اي بي امبوت نشوف كم عدد هذه البروسيسر يجب ان تظهر رقمها ممكن ان تظهرها بالرقم أفضل سيسر رقمها ثلاثة ثمانين يعني لو قلت له هون شو اي بي بروسيس سي بيو ثلاثة ثمانين وقع او بدون سي بيو شو بروسيس ثلاثة ثمانين طلع لي هلا حالها هيا البروسيسر بالنسبة لك البروسيسر الجميع و يعطي اكrån اضغط ، sitting خمسي هون أخر واحد ثاني فإن أعطب ال IP packet الإستحالية حتى تستحلي الـ processing داخل الـ cpu وبعد 5 دقائق نعود لنرى الـ SIF table و الـ Agency table الـ default حتى تسnatها من الـ SIF نرى الـ Fib table و الـ Agency table سوف نقرأ معلومات فيه كيف أرى السف تايبل أقول له شو اي بي سف يرى السف تايبل لو قلت له شو اي بي رود قبل شو اي بي رود قلت لك بعض المعلومات لا تهمني لا تهمني في عمية الادمينيستراتي هذه القيم تكون عندي أو هذه القيم مثلا المترك و هذه الادمينيستراتي فتايبل ترتب الأمور بطريقة أفضل قلت له اي بي سف تايبل سوف تلاحظ عندي مثلا للشبكة عشرة هذا الارون عليه شبكة عشرة 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 ثلاثة وعشرة ثلاثة وعشرة ثلاثة وعشرة ثلاثة سوف تلاحظ عندي تشوف للشربكة عشرة حط مجموعة فاليوز ويقولك عشرة 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 زيرو أتاجت شو يعني أتاجت يعني معناتها موصولة فيه ومعناتها انه هاي بالترافك ابتجيني من هاذي الشبكة هايك يعني أتاجت رسيف معناتها هذول الآي بيز اللي هم رسيف معناتها اللي هم عشرة عشرة واحد اللي هوا سب انترفيس ل اللي هم عشرة فالترافك 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 وعشرة ثلاثة فالترافك يعني بس هذه معلومات بسيطة هذا السف ممكن تشوف مثلا سف عندك أكثر من خيار يعني في كثير معلومات تطلحها باسماء السف شوف الاجنسي تابل بشكل بسيط سريع شو اجنسي تابل راح أشوف الاجنسي تابل بهذه الطريقة لكن راح أشوف الديتيلز لاحظ هون رقم تعرف هذا ايش الرقم؟ هذا الرقم معناته how many times the fib table قلت له قبل شوية ال fib table دائما بيعمل بوينتر على الاجنسي تابل لأنه موياب يشتغل مع بعض كأنتيجرات هذا الرقم بيشير how many times the fib table بوينتر على الاجنسي تابل يعني هون اتناعش هون ثلاثة ويسمون ريف كاونت ريف كاونت ريف كاونت اللي هو الوالي يسميه ريف كاونت خليشوف ديتيلز اكثر عن هذا الموضوع ركز معي اجنسي تابل كماند شو اجنسي تابل شوف شو بيعملك بالديتيل قبل شوية انا جنريتد ترافيك من اسمي سوف نعمل على VLAN 10 و نعمل على InterVLAN Routing لاحظ ما يقول لك IP هو عبارة عن 2 نرى كيف رتب الأمور بشركة الأسرع خمسة بكتس Epoch إذا كان عندك Redundancy Routing Engine و لاحظ ما يقول لك أكثر شيئا على هذا Encryption Length هذا الـ Value أول 12 Bit منها Destination MAC Address شوف كيف مرتب الأمور بشكل بسيط وحاط الأمور اللي بتهم بعضها مع بعض بشكل سريع أول 12 Bit هو Destination Address و 12 آخرين Source Address للبكت اللي أنا قبل شوية إذهل من PC1 و آخر إشي هو Frame Type أو Ethernet Type الموجود عندي ركز معي على الانترفيس اللي هون من الـ Destination هذا بالنسبة إلى الانترفيس من الـ Destination الماك آدرس لPC1 لازم يكون هذا هون الماك آدرس لPC1 هايه الماك آدرس لPC1 أي انترفيس من الـ Destination ما هو هو الصورس الطبع الجزء الثاني CA 019 50 هذا الماك آدرس لفاست ايثرنت هون الـ Ethernet اللي هو فاست ايثرنت وكتلت له اتاكد كل شو انترفيس وكتلّع الانترفيس طبعا كل انترفيس على الراوتر فأول 12 bit هو الماك ادرس للدستيناشن الاثناش البقية للسورس والباقي للأثر تايتل فالجلسة تابل مرتب الأمور بشكل سريع مباشرة فمعناته إن كانت أي شخص الديستيناشن تابعه كذا إذا كانت الديستيناشن تابعه كذا فأنا موجود على الانترفيس الخلالي يعني إنه ماك الأمور رسيطة جدا في عمية الفورواردين فهذا الاجلسة تابل قادر إنه يعمل رزولفين للماك أدرس تابعه الانترفيس للإنترفيس والنيكستهب فالفب تابل مجهز الراوتين تابل ومرتبه وعامل مين الاتاتش ومين المشموع الموجود عندي الإي بي هذا يظهر الماك أدرس لكل نكستهب موجود عندي دعنا نقوم بعمل جنرات من PC5 ونرى كيف يسجلهم لو عملنا جنرات من PC5 قلنا ببندك على 10.20.22.32 الموجود في الطرف الآخر في الطرف الآخر PC3 Not reachable PC5 لا يجب علي IP اتوقع. شو اي بي? عليه اي بي. طب انا بدي ابنق على ام بدي ابنق على عشر عشرين عشرين اثنين. تمام. في سي فايف. شو الاي بي تبع عشر ثلاث واحد. طي ما في مشكلة. هادي مرة اخرى. طيب بنقلي على سبيل المثال بناش عشر عشر. بنق على عشر عشر. بعدين نشوف شو المشكلة. عشان الوقت. اثنين. كما ما بنقاش. في مشكلة في الديفايس. ممكن يكون فيها. طب خلينا نعمل الحاجة عند البحث تعليم بالغاية. وجده البحث نعمل على البحث و ٩ ١٠. ١. ٤ نارغت عن الحلق و الوقت نعمل على الم Illustmental Alliance. سأجد انه سجل الانترفيس 192 قل لك السورس سيضع الماك ادرس سيضع الانترفيس 192 سيضع الانترفيس 192 فلو لاحظت هيا هذا الادرس للديفايس الموجود عندي هيا قارنوا بهذا الديفايس وهذا للانترفيس هذا الادرس للانترفيس F00 على الراوتر كله ما احنا قبل شو عملناها قلنا له شو انترفيس F00 ايه هذا الماكدرس وهذا هو الـ type of ethernet project call هيك بنكون الان حين محاضرة اثنان اتمنى انها وصلت الفكرة حاولنا نبسط امور قدر المستطاع انتبه للكلام اللي حكينا اليوم خصوصا العالم اللي جاي والمواضيع المتقدمة تعتمد على الكلام الدقيق ها يعني حاليا سيسكو تعتبر تكنيكس قوية جدا في عالم الـ افهم شو انواع الـ IOS مهم جدا برضو يعني مثلا على سبيل المثال حاليا عم سيسكو بتحكي في كثير في موضوع الـ 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 و الـ 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 عبارة عن مرحل الأولى تطبيق الـ 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 وهذا السيرفر قادر ان يعمل الاتوميشن للشبكة و للديفايس و الفكرة انه كيف صار الاتوميشن بشكل سريع جدا شايفين الـ Plans هون شو راح حملهم و يفكروا انه يسحب العقل تبع الـ Device Control Plan وضعها في سيرفر خاص فيها مثلا هسا قاعدين بنستخدم الـ DNA Server السيسكو طارحي سلوش اسمه DNA DNA Server اللي هو Digital Network Architecture تضع عقل الروتر في الـ DNA ويظل الديفايس عندي بس يستخدم و انا اتحكم بعقولهم في One Control Place و اعمل Automation وهذا طبعا بالربط مع APIs و ادخل اعمل Secrets و ابعث Secrets و Configuration فهذا فكرة الـ DNA Architecture طبعا الـ DNA Architecture الصورة العامة انه Access يعني عندي Data Plane بعدين عندي Automation بعد الـ Automation عندي الـ Management او الـ APIs Application Interface اللي انا ممكن اعمل عليها نحن نشرح هذا الشيء في عالم Automation مشكل تفصيل ان شاء الله فهذه افكار اليوم حكناها ان شاء الله تكون افدتكم هكم ينكون انهينا محاضرتنا اليوم اتمنى كانت محاضرة مفيدة حدا عندي سؤال يسألني او يستفسر طب هيك نقول السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة